شد وجزد خد وهات وهات واخد بص شود عد فود لأ ما لعوبة حيلو عمو ما تخافش على الاهلي بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الاهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة عندما نتعامل مع الصح على أنه الخطأ ومع الخطأ على أنه الصح يبقى حتماً ولا بداً أن العدل بح العدل بح أهلا بكم أعزائي مشاهدي ملك وكتابة في الحلقة تمنمية ستة وسبعين لقاء الخميس من ملك وكتابة المهندس عدلي قال لك يبقى الحق والعدل بح مؤكد وأنا يعني وصلت لدي لما شفت المشهد السياسي لما شفت المشهد الإنساني لما شفت المشهد الرياضي لما شفت في المشهد السياسي حقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الإنسان وتختزل حقوق الإنسان في الدفاع عن المصلي ولكن حق الحياة حق الدفاع عن الأرض حق الدفاع عن العرض الأرواح حق الحفاظ على الدول وكيانها لا ده مش حق إنسان سأقتلك من أجل أن أحصل لك على حريتك من حكامك المستبدين فعلوا هذا مع العراق ومع السوريا ومع ليبيا وفعلونا هذا الآن في كل أرجاء الوطن العربي بدعوة الدفاع عن حقوقه الإنسان ويفتشوا عليك بجرأة وقاحة ولكن لما تقوموا ظاهرة عندهم يضربوا الناس بالرصاص في الشوارع ويقبضوا عن ناس وكمموا الأفواه ويقبضوا عن ناس اللي طالعة تقول الحق مع فلسطين وبتلبس العالم ولا كوفية يتفسخ عقد فلان إذا كان رياضي ولا إذا كان مواطن يتقبض عليه أو يترحل الخطأ الصح بقى خطأ والخطأ بقى صح هذا معيار ظالم طبوس في الرياضة لا الرياضة ألعن الرياضة أنك أنت عايش تيمش أنت صح عشنا السنوات اللي فاتت على فكرة أنا يعني خدني في المقدمة دي شوية أنا يعني في الفترة الأخرانية اطلعت على باحث اجتماعي مهم بيقول محاضرة كيف نقضي على المجتمعات وقال ليها خطوات حطاها خمس ست خطوات كده إنك تضرب في السوابت الدينية دينة الإسلامي الذي يدعو إلى السماحة والعدل والمهدنة المهدنة وإنك تدي الحق لأصحابه وعدم الاعتداء على ما لم يعتدي عليك ولكن يدعو إنك بمنتهى القوة الصرامة تتعامل مع المعتدي عليك يخترقوك يهمدوك يفرعوك يخلقو لك مفاهيم جديدة تؤدي إلى إن اللي بيتصدر عن الإسلام أسوأ ما يمكن من مشاهد الإرهاب والتطرف هو ده عشان ما قدرش يغلبك في المعارك الشريفة ولا العقائدية ولا الحوار ولا قدر يغلبك بمنطق العدل والصواب فيغلبك إنه يشوي منظرك ويخلق لك جماعات تقضي على مفهوم الصحيح للدين وتصدر هذا المشهد والعالم كله يقولك الدين الإسلامي والإرهاب هذا كلام غير حقيقي بالمرة ويمتده يقولك الإسلام وحد السيف يعني طبعا كل دي لأنه ما قدروش يقاموك بالصح فبيقاموك بالغلط ويحاولوا الخطأ إلى صح ده اللي أقصوده أستاذ إبراهيم في الرياضة نفس الشيء أنت بقالنا كم سنة بننبه يا جماعة الأهل مختارق دلوقت دلوقت الاختراق وبرضو من أربع خمس سنين نوهنا الاختراق سيكون عن طريق جماهيرك أن تخترق الجماهير وتخترق المفاهيم فيتحول معايير المبادئ التي تنادي بها إلى هي دي مبادئ الألي هي دي مبادئ الألي يبتضي الرب في هذه السوابت ويمهد إلى أن يعني الإدعاب أن الأهل يتمسك بمبادئ وينسق وراءه البعض مفهوم يصدرق مفهوم الأهل ملك الجماهير والأهل ليس ملكا لأحد ولم يكن ولن يكون لا ملك الصالح سليم ولا ملك التتش ولا ملك العدل ولا ملك الخطيب ولا ملك الحسن ولا ملك الحضرتك ولا ملك الحد ولا ملك الجماهير ولكن من أجل إسعاد كل هؤلاء يعمل بعض من أجل إسعاد الآخرين هذه مسؤولية نعمل من أجل الجماهير ده مؤكد والأهل قيمته بتعزم جماهيره وجماهيره تتعزم لأنه عنده سوابته عنده قيمه عنده انتصاراته عنده رموزه عنده مواقفه عنده تاريخه كل ده بيخلي ولذلك أنا جملة اللي تملأ يعني حريص عليها حبوا الأهل كما وجدتموه بلاش البدعة بلاش إن إحنا نحط مفاهم جديدة سيبكم اللي فاتوا دول أدام دول ماينفعوش دي مش لغة العصر في القيم ما فيش حاجة اسمها لغة العصر هذا المشهد الآن أنت تيجي تدافع عن قضية ما تبص تلاقي وسائل الإعلام يتتجاهل حقك يتتجاهل انتصاراتك يتعظم من إخفاقاتك يتدعي عليك بوجود المشاكل كل ربع ساعة فيه مشكلة لحد يكون ما بيلعبشه يكون مش عارف لما يشمله لدرجة يقول لك المستبعدون من قائمة كذا مستبعد إيه عند تلاتين عايز تلاتة وعشرين انت المختارون قول المختارون فلان وفلان وفلان مش المستبعدون لكن لدينا كلمة مستفزة واتدوا نجحوا في هزوا العلاقة بين الأهلي وبعض العاملين فيه وبعض الجماهير واللعبين والعلاقة بين أطراف عناصر اللعبة ولكن برضو بتماسكوا الأهلي وجماهيره الحقيقية والمخلصين من أبنائه والمخلصين من لعبيه وعناصره حيتجاوز كل أزمة لأن التاني وتالت ورابح الأهلي ملوش في اللحظة دي غير جماهيره وهذه حقيقة سيد إبراهيم لما تشوف المشهد كل شيء في النادي الأهلي تم تجاوز انت لعبت زي ماالك في مستوى الناشئين اللي فجأة الناس بتهتم بيها قوي لعبت ثلاث ماتشات كسبت اتنين وخسرت واحد على أرض المنافس الماتش اللي خسرته خسرته اتنين واحد وضعت ضرب الجزاء وسيطرت على المماراة حجم الحفاوة داخل الزمالك هم حرين فيها حجم الحفاوة والاحتفاء بهذا الفوت وتركيز الضوء عليه غريب جدا ماتش ناشئين كل البرامج على قيم مقدميها بتصديف وبتعمل وبتبروز وصورة وتاني يوم اللي أهلي كسب الزمالك تاني يوم مجرد خبر لم يشار إليه خبر المباراة اللي على أرض الزمالك تم نقلها المباراة الأخرى تم تجاهلها مش نقلها تم تجاهلها هكذا يعني الأمور ماشى بالطريقة دي على طول واحد في مشهد مرفوض يوقف يتهجم على الجهاز الفني أيا كان رأيه أيا كان الجهاز الفني وطوفيقه من عدم طوفيقه احنا بنتكلم في المبدأ أنه يوقف يهاجم الجهاز الفني وغسخر منه بهذه الطرقة يبقى بدل ما انت عمل بتحتفي بالمنافس لما خد موقف تربوي واستبعد لعيبة ودعمته جامد جدا 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 في مجاهد لعيبته لكن مع القلي بيحصل العكس تماما لعيب ما 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 يسافرش ها كله فين فلان فين فلان لدرجة جميلة كتبتين تقولك شمعنا والإيه والظلم والعدل والحب والكره فين فين المعيار الواحد تجيب المشجع ده في برامجك في برامجك المهمة جدا الرياضية وتصدفه وتاخد رأيه بدل ما يبقى فيه استنكار لهذا الموقف لا بيتحول إلى مشهور وإلى أنه ناس معاه ناس بتختلف معاه وأنه يعني وكان ناس صاحب حق أستاذ إبراهيم عملية مخيفة عملية مخيفة النهاردة من خلال السرد اللي حضرتك حجيبه حنشوف برضو يعني زواجية المعيير في أمور كثيرة جدا أنا أخشى على المجتمع لأنه بيقولك عملية أنك تغير مجتمع أو تهدم ترابطه بتاخد لها من 15 إلى 20 سنة متحددة كده في البحث العلمي اللي أزاعه من 15 إلى 20 سنة أما يطلع لجيل جديد لا يحترم ما سبق من قيمه تقاليد وسوابت فيبتد هو ده يبقى السائد ولذلك تمسكه بالأهل وقديم الأهل تمسكه بمبادئه وقيمه اللي نجحتنا إحنا ما نجحناش عبر 120 سنة علشان كنا كل عشر سنين بنقول لغة العصر وده ينفع وده ما ينفعك أنا خلصت اللي عندي عشان أدي لك فرصة برضو أنك أنا عارف أن أنت حتدعم هذا التصور بقدر الإمكان يا أستاذ أبرايف ده كلام مهمة واستهلالية كانت ضرورية لحلقة هذه أبرز عنوية محكمة جنح مستقنة في الدوري التركيز بالذات أمام بالأزداد الأهلي وجوائز الأفضل أبناء ولكن حقائق مش تبرير في كلام المدير لكن فوضى يا كورة فوضى وأخيرا أسمع كلامك أشوف أمورك لا أستعجب البكرة الأهلي على موعد مع مبارتين مهمتين فريق الكورة بيستضيف شباب بالوزداد الجزائري في أستاذ الجيش في برج العرب في الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا في ضمن اللقاءات المجموعة لكن كمان طبعا دي لنا لها كلام تفاصيل كتيرة فريق كورة السلة على موعد مع بطولة المرتبط دور المرتبط عنده زهاب أو إياب نهائي دوري المرتبط لكورة السلة المباراة في صالة الدكتور حسن مصطفى وشديدة الأهمية سواء على مستوى النشئين أو على مستوى الفريق الأول الأهل فاز على مستوى الكبار فوز كبير جدا على سموحة اللي بنوجه له التحية فاز الأهل الثلاثة وتمانين ثلاثة وخمسين لكن الحذر كل الحذر في مباراة الجمع إن شاء الله فريق المرتبط الحياة عمل مباراة قوية جدا مع سموحة وشباب سموحة فريق قوي يحترم لالي كسب بصعوبة شديدة تمانية وسبعين أربعة وسبعين فوز كان صعب ولقاء كان فيه كتير قوي من الندية الأهل محتاج عشان يحتفظ ببطولة الدوري المرتبط يكسب بكرة واحدة من الاثنين يعني إذا الولاد صغيرين كسب وسموحة فاز الأهل بدور المرتبط قبل مباراة الكبار أو العكس فبالتالي عايز واحدة من المباراتين الأهل بيفوز بدور المرتبط تقريبا من 2016 2017 ممكن نخسرها مرة في 2019 2020 وده يأكد على أنه العمل كان من فكرة الناشئين أن أنت باستمرار مهتم بقاعدة الناشئين فبتفرس فريق على المستوى الفريق الأول قوي بينما اسموحة وليه كل التحية لأول مرة يتواجد في النهائي بصوا أستاذ إبراهيم النقطة دي خلت بعض الناس اللي هم مش بيلجأوا إلى الحق والحقيقة أيضا يقول لك ما أقول ألي إيه في إيه علاقة فرقة صغيرة تكسبك بطولة ده مش حقيقي ده بيساعدك إنك تكسب البطولة لكن إنت زي ما كسبتش فوق يعني كسبت الاتنين اللي تحت وخسبت الاتنين الفوق ما تكسب ش البطولة أي إنما هي معمولة بهدف إنك أنت تهتم بقاعد الناشئيين مش عارف تهتم بتلوم من الآل إنه بيهتم بس طيب ده في الكرة أو في كرة السلة كرة السلة الحقيقة كررت تجربة اتحاد اليد في فكرة الدور المرتبط وهو بيجبر الأندية على إنه يهتم بالناشئيين ولما عمل اتحاد كرة اليد منذ سنوات بعيدة هذه التقليعة كان في عهد الدكتور حسن مصطفى الناس استغربت هذا الربط بين الناشئين والفريق الأول في بطولة واحدة فكان رد الدكتور حسن مصطفى ساعتها هي المسابقات غير إنها تخدم على اللعبة وإنقاذ اللعبة إذا كنت هتقدر تعمل فكرة تجبر الأندية على أنها تهتم بالناشئين وتربط نتائج الناشئين بالفريق الأول فليكن نجحت في كرة اليد استفاد منها اتحاد كرة السلة والنهاردة اتحاد كرة اليد بهذه الثمرة الكبيرة في بطولة كرة السلة اللي وصلت للقمة كرة اليد الآل والزمالك الاتنين سافروا النهاردة إلى أبوظبي وبيستعد لمباراة السوبر المصري اللي حتتلعب يوم السبت في الفوجيرة إن شاء الله المباراة يوم السبت الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت الإمارات في صالة الشيخ زايد من سلطان آل نهيان بإمارة الفوجيرة رجال كرة اليد في الناد الآل في البعثة اللي سافرت فيها محمد إبراهيم وعبد الرحمن طه وعمر خالد كستل وأحمد هشام سيسة ومحصر رمضان وعمر سامي ومحمد لشين وعبد عزيز يهاب وعبد الرحمن فيصل ونبيل شريف ومحمد مجدي سيف هاني وأحمد خيري وأحمد راضي وإبراهيم تقبل بعثة النادي الأهلي والبعثة برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي اللي أكد لدى الوصول عن شكره لحفاوة الاستقبال والترحاب والطاقة الدكتور شوقي صور تذكرية مع عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي وثمن حرصه على التواجد في المطار لاستقبال بعثة النادي الأهلي رئيس حرص على حضور مران الأهلي استعدادا لمباراة السوبر وأكد ترحيبه ببعثة الأهلي وطبعا بعثة الزمالك على أرض الفجيرة بنتمنى إن شاء الله مباراة قوية ساعة 4 يوم السابت إن شاء الله تنتهي بإذن الله بتتويج الأهلي والعودة بكأس السوبر مباراة مهمة بشمانس طبعا وبعدين حرص دولة الإمارات على صدفة الأحداث الرياضية المصرية خاصة بتعكس يعني إن قيمة التواجد الجاليات المصرية في دول الشقيقة وأقبالها على مثل هذه اللقاءات في الدربيات في الألعاب المختلفة النهاردة الفجيرة في هذه المرة هي مرة أخرى تصديف هذا الحدث ده كلام مهم جدا الأرصاد الجوية يمكن مباراة الأهلي في أستاذ برج العرب المواقع اهتمت بحالة الطقس لأنه الناس كتير اتكلمت إن المباراة جاية مع نوة من النوات اللي بتهب على الإسكندرية في الشتاء نوة آسم فاهتمت مواقع باستطلاع رأي الدكتورة منال غانم عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية اللي قالت إنه طقس الخميس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء حر على الجنوب لكن قالت بالنسبة لطقس الجمعة قالت إن فيه كميات أمطار ليست قليلة لكن مقارنة بما تشهده الإسكندرية تعتبر عادية وقالت إنه من المتوقع إنها لن تؤثر على سير الحياة اليومية في الإسكندرية والساحل الشمالي يوم الجمعة قالت إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من المحافظات وحتى تكون فيه شبورة مائية متوسطة إلى كسيفة نسبيا على بعض الطرق الزراعية لكن كان يهمنا إنه فيه نطاق استاد الجيش في برج العرب قالت من المتوقع أن يتم سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعادية تبدأ في فترات متأخرة من المساء إن شاء الله يكون بعد المباراة ويكون الأهلي أنجز مباراة قوية مع بلوزداد يعني إحنا دايما ما عرفش استاد برج العرب في هذا الوقت من العام دائما ما يستضيف هذه الأحداث بيبقى ماتش مهم للنادي الأهلي وتروح في النوا وتلعبه هناك ربنا بإذن الله يلطف ويكون الجو معقول ويقدم الأهلي أهم حاجة مباراة قوية تليق بي هنيجل ده في التفصيل لكنه الحياة حدث الساعة هذا الأسبوع محكمة جنح مستقنى في الدول وأرجو أن يتسع صدر مسؤولي اتحاد الكورة لضرورة التنبه الشديد لخطورة الموقف لأنه كورة المصرية مش نقصة مشاكل جزء كبير من المشاكل موجود في الدور الممتاز لصعوبة والمنافسة والندية لكن في القسم الثاني والثالث والدرجات اللي تحت لا المشاكل كتير قوي فأنتم متخيلين أنه لما يتم إقرار وقعة تمثل سابقة أي حد هيصاب من أي لعب مهم أو في أي مباراة أي إصابة يتجاب لها تقرير طبي 21 يوم تطلع الاسم تعمل محضر عشان كده في حال السكوت على ما يجري لا إحنا محتاجين فعلا محكمة جنح مستقنى في الدوري لأنه خلاص أنت كل ما يتم من إصابات يمكن الحصول لها على تقرير طبي الرباط الصليبي إصابة مقعدة ومؤذية جدا اللي هيصاب هيعمل ده وخدوا بالك دايما النار من المستصغر الشر ولما بيطلع حكم بيستند إليك سابقة محدش هي لأن الخطورة محدش هيعرف لماها بعد كده النادي الأهلي فيما يخص ما تعلق بحالة الكابتن الكابتن حسين الشحاد وستدعي للتحقي في نيابة القاهرة الجديدة الكلية وكان معاه محاميه الأستاذ أشرف عبد العزيز حسين التفاصيل الكاملة اللي موجودة في ملف النيابة هي قيد التحقيق فما لناش نحن نخوط فيها لكن ما يخص الشق الرياضي وخطورة الاستناد إليك سابق إيه اللي ممكن يحصل النادي الأهلي النهاردة بعد جواب الاتحاد الكورة هقوله لكم وأقولكم الأهلي طالب إيه والأمور هتمشي إزاي وتفاصيل الموقف القانوني النادي أرسل مذكرة الاتحاد الكورة بيطلب فيها ردا عاجلا بخصوص ما جرى من مخالفة للواحل الاتحادين المصري والدولي لكورة القدم بشأن الواقعة التي جرت بإحدى كانت يوم 23.27.23 جاء في المذكرة أن الواقع المشار إليها والتي كان أحد أطرافها اللاعب حسين الشحات وقعت ضمن أحداث اللقاء كما هو ثابت في تقرير المراقب المباراة تمت الإشارة إلى هذا بوضوح في خطاب تلقاه النادي من اتحاد الكورة يوم 24.27.23 والذي يفيد أن لجنة المسابقات اطلعت بمسؤولياتها ونظرت الواقعة بما يتفق مع بنود لإحة المسابقات في المادة التانية يعني الجواب مسبب كله بالمواد بتاعته واستندت إلى تقرير المرائب وقررت إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريم 20 ألف جنيه هذا فضلا عن قيام النادي بتوقيع عقوبة مالية أخرى على اللاعب وتم خص نصف مليون جنيه من مستحقاته قال الآل في خطابه مؤخرا باستدعاء حسين الشحات لنيابة القاهرة الجديدة الكلية للتحقيق معه في ذات الواقعة اللي تغرم عليها والتعاقب عليها وذلك بالمخالفة للواحل الاتحادين المصري والدولي والتي لا تجيز للأندية والمسؤولين وعناصر اللعبة اللجوه لأي من المحاكم المدنية أو الإدارية لحل نزاع رياضية تعلق بكرة القدم وأشار للمادة 38 من لائحة الانضباط وأن ما جرى من الطرف المخالف اللي هو اللاعب والنادي هو انتهاك للقواعد المنظمة لشؤون اللعبة ونقل ما يحدث من خلافات في الملاعب الرياضية إلى ساحة المحاكم الجنائية والتي أكد النادي على تقديره الكامل لها شدد الأهل في مذكرته المتكاملة على ضرورة الرد العاجل والإفادة بما تم لائحيا بهذا الخصوص لاتخاذ ما يراه مناسبا لحفظ الحقوق الأدبية للنادي واللاعب حسين الشحات أقف هنا لحظة تفضل اللائحة ببساطة شديدة جدا بتاعت لجنة المسابقات قبل ما نخش في النواحة القانونية حتى بتقولك ما يجري من أحداث يتضمن تقرير الحكم خلال المباراة وبعد المباراة وحتى خروج من الأستاذ لحد ما يخرج من قط اللبس ويغدر والأستاذ صلاحية الحكم ممتدة كل هذه الفطرة ده شأ لجنة المسابقات فيما لم يرد به ذكر في تقرير أو مراقب الحكم وهناك من الأدلة على حدوته من الممكن اللجوء إلى لجنة الانضباط هو اتحاد الكرة إذن ادالك الحكم والمرائب قالوا تضمن التقرير ولا وبعد كده قالك طب لو انت شفت حاجة بتتظلم من حاجة ما تضمنهاش التقرير وما شفهاش الحاجة عليك بلجنة الانضباط وفي كل الأحوال الاتحاد الدولي يمنع اللجوء إلى المحاكم العادية أنا بكلمك كده ليه لأن لما هتيجي هتتتبع وأنت مؤكد من غير ما شوفك كده انت عامل كده النهاردة ايه اللي جار في هذا الأمر دي ونقطة النقطة التانية أنا يمكن على مستوى العالم لذلك نظرا لوجود اللوائع المحلية والدولية اللي تؤكد على هذا ما ما استحضرتني وقع أبدا حد اشتكر حد في أنيابة ولا حد راح اسم عمل محضر لزمير الوقع في الملع مهما وإحنا بنشوف عنف عنف برا فرقتين بيضربوا بعض وبيضربوا حاجة ما هو ما شوف ناش حد خالص ما سمعناش الله أعلم ممكن يبقى في حد يقول لنا فدي برضو إحنا إذا كان هذا الأمر هكذا إحنا بنسن مبدأ وبنسن مبدأ تاني أن إحنا لا نعبق بالمعايير بتاعة الاتحاد الدولي إذا كان فعلا ما بيسمعش بشكل قاطع كما تظهر لنا الآن اللجوء للمحاكم حتى في إطار العلاقات الإنسانية لما ناس بتتخانم مع بعض ويحدث اعتذار واعتذار علني ويعاقب الشخص المسؤول ويتكرر من أهل البيت اتخاذ إجراءات ما مقبول الصلح ومقبول إن الناس اللي بتلجأ لشيخ القبيلة والعواعل بتحل الأمور بينها بين بعضها هذا أمر ملوش سابقة وأرجو إنه ملوش لاحقة طيب الكلام مهم جدا يا جماعة وحناخدها خطوة خطوة أول نقطة لازم النقف عندها الرفض التام لسلوك أي لعب في الملعب يخرج عن النظام والأخلام حسين الشحات تعرض لاستفزاز شديد جدا من اللعب محمد الشيبي طوال هذه المباراة اللي كانت 24-27 والناس شافت إشارات من نفس اللعب الشيبي الجماهير الأهل إشارات خارجة واللعب نفسه سلوكه مش أحسن حاجة طرد قبل كده وهو لعب في المغرب كتير لما صدرت ضده عقوبات سلوكية يعني من النوع أو هو نوع من اللعبة اللي ممكن تقول عليها مستفزة أو سلوكاتها في الملعب ما هيش في درجة انضباطية عالية بواقع أو بحكم العقوبات اللي صدرت ضده حتى في المغرب حسين الشحات تعرض لهذا الاستفزاز استجابته لهذا الاستفزاز غلط تصرفه مع اللاعب غلط النادي الاهلي كان أول من رفض سلوك اللاعب وعقبه فوقتها تفاكرين كان الكابتن سادعب حفيز المدير كورة خد ضده عقوبة أعلنت في حينها واللعبة في الملعب ثم الكابتن محمود الخطيب بعدها أخد قرار ضعف العقوبة عقد الكابتن محمود الخطيب أنا بكلمكم ده في 24 سبعة تاني يوم للمباراة مباشرة اللي كانت 23 عقد كابتن محمود الخطيب رئيس النادي اجتماعا مع لجنة التخطيط برئاسة كابتن محسن صالح وعضوية كابتن زكريا نصف وحضور كابتن حسام غالي عضو مجلس الدارة وكابتن سادع وحفيز مدير الكورة ناقش رئيس النادي خلال الاجتماع ما جاء في التقرير المقدم من مدير الكورة حقق ما تتمنى جمهيرا وهذا الموسم على صعيد البطولات التي شارك فيها وقدم موسما متميزا لكن هذا لن يكون مبررا دي النقطة لأي حد عايز يزايد مع الآلف منطقة الأخلاق والحرص على السلوك لكن هذا لن يكون مبررا للسماع بأن يخرج أي من عناصر المنظومة عن الضوابط السابق لذا تقرر تغريم حسين الشحاية تلعب الفريق الأول نصف مليون جنيه بعد الأخذ في الحسبان اعتراف اللعب بالخطأ والاعتذار عما بادر منه هو اعتذر في لقطة شافتها كل الناس وحنشوفوها دلوقتي في قط اللبس يعني على خارج قط اللبس على طول خرج وهم في الملعب راح لللاعب بس واعتذر له وقال له انت انت اللي انت جوازت كتير انت ثبت أمي وزوجت كتير نفس اللفظ فالتاني قال له حقك على راسي وبس راسه وبس راسه كابتن حسين بس راسه واللاعب قبل هذا بالضبط اعرضها ونشوف لانه كان حتى في حضور هاني سعيد مدير الكرة هو هاني عمل الدور السليم اني جابهم عمل كيف لم ينتهي لو الصوت واضح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الملعب من الاستاذ اتحادوا الكرة اعمل اللوايح بتاعته في الواقع وجالوا تقرير مرائب المباراة فقررت لجنة المسابقات برئاسة الكابتن عامل حسين قررت رابطة الاندية المصرية المحترفة برئاسة احمد دياب بالتنسيق مع ادارة المسابقات برئاسة عامل حسين بصوا عقاب من الجهة اللي منوط بها ادارة المسابقة ايقاف حسين الشحات لعب النادي الالي مباراتين وتغريمه 20 الف جنيه للسلوك غير الرياضي في مباراة الالي وبيرامنتز اكد عامل حسين من جانبه ان الرابطة طبقت اللائحة على حسين الشحات التي تؤكد ايقاف اي لعب يصدر منه سلوك غير رياضي تجاه المنافس عقب المباراة بالاقاف مباراتين وتغريمه ماليا 20 الف جنيه ديفيزيتة موجودة اتطبقت لانه القرار اللي جيه او التأرير اللي جيه من مرائب المباراة لاجنة لادارة المسابقات انه ارتكب سلوك غير رياضي اوضح عامل حسين وقتها ان العقوبة تتضاعف على اللاعب في حال قيامي بسلوك غير رياضي اثناء المباراة لكن بعد اللقاء فان اللاعب ستنص على ايقافه مباراتين وتغريمه ماليا 20 الف جنيه لافتن وليس على اي لاعب منافس وشدد عامل حسين وقتها في تصريحاته على ان ربطة الاندية تطبق اللائحة المعمول بها في المباريات المعتمدة من الاندية منذ بداية الموسم لافتن الى ان تأرير مراقب هذه المباراة اكد ان لاعب الآلي قام بصفع لاعب برامدز بعد المباراة مشيرا الى ان اعتزار حسين الشحاتة الذي قام به اتجاه لاعب برامدز لا يعطيه من العقوبة التي صدرت وفقا لايه لللاقاح ده اللي حصل من هنا بقى عاد برضو نقف عشان نوضح كذا حاجة اي ربما برامدز ماعجبوش هذا القرار وهذا حقه فلجأ الى حقه في لجنة التظلمات الى امام لجنة التظلمات كده الامور ماشية قانونا صح قانونا صح وان كان طبيعة الامور كنت تتصور انها انتهت بالاعتزارات ولكن ولكن زي ما انت بتقول ممكن انا بقى اقول ايه لان وقتها قالك يا بلاش تضرب واحد بالقلم تخد لك او ممكن العقوبة تبني انها خفيفة او ممكن العقوبة تبني انها مش مقنعة ولكن دي الليحة اذا كنا عايزين نغيرها نغيرها ولكن هل حصل مجاملة هل حصل تجاوز هل هناك طريقة اخرى امام لجنة مسابقات كانت تاخد بيها العقوبة هو ده طبقت الليحة مش عجبنا كلنا تعالوا نعدلها وده اللي اشار اليه الكابتن عامر حسين وقتها انه العقوبة وفقا للليحة اللي اقرتها الاندية وافقت عليه يعني كله بالزبط مبلغ بهذه الليحة زي ما المونس عد بيقول انت عايز تقول اللعب اللي يضرب واحد بالقلم او يرتكب سلوغ غير رياضي وتوصف السلوغ غير رياضي ايه عايز تديله مليون جنيه ادهاله عايز توقفوش سنة ادهاله بس ايه مفيش عقوبة من غير نص ومفيش نص من غير لايحة اما وانه الامر كان منظم لائحيا لجأ بيراميز بالفعل الى لجنة التظلمات برئاسة المستشار عدل الشرباج وقتها اللي توفى لاحقا عليه رحمة الله راحت لجنة التظلمات قررت رفض التظلم المقدم من نادي بيراميز ولعبه محمد الشيبي لتغلز اهلي بعد الازمة طب ليه ايادت لجنة التظلمات لجنة المسابقات بايقاف حسين الشحات مبارتين وتغريمه 20 الف جنيه بعد الاطلاع على تقرير الحكم ومرائب المباراة وشريط المباراة الاصلي يبقى لما راحت للجنة التظلمات لجنة التظلمات اولا انت بتتظلم للجنة التظلمات ضد قرار لجنة المسابقات فاللي عملته لجنة التظلمات وكلهم سادة مستشارين للجنة المسابقات انت خدت القرار ده بناء على ايه هو بيحاكم الحكم بيحاكم القرار نفسه فلاقى انه استند الى شريط المباراة الى تقرير الحكم الى تقرير المرائب الى ليحة العقوبات اللي خاصة بالمسابقة فبناء على ما استقر لدى لجنة التظلمات ان الاجراءات اللي اخدتها لجنة المسابقات سليمة مية في المية لائحيا تم رفض التظلم بتاع نادي بيرامدز اللي المفترض وفقا للنسق الرياضي والتدرج بتاع لجان اتحاد الكرة الامر منتهي هل انتهى؟ لا ده راح في سكة تانية خالص فيها كواليس كتيرة بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد ما تخافش على الاهلي لان الاهلي حتى هو بيتخذ العقوبات التربوية الكبيرة ضد اي سلوك كارج لا ينسى دفاع عن لاعب عنده والدفاع عن النظام والدفاع عن اللوائح الحاكمة لكل الاندية او لكل عناصر المنظومة احنا ما زلنا واقفين قدام محكمة جنح مستقنى في الدوري ودي المحكمة الجديدة اللي نويين ودونا ليها عارف لي بفعل هذه الحالة عارف ليه استاذ براهيم لان هناك من بعض الاعلاميين تبقى الانتماءاتهم مصرين على النقطة اللي بقولك دي الدفاع عن الخطأ لتحويله اللي صواب يعني تدهش ان البعض يستضيف ناس تقول لا من حق الناس تروح طيب انا انا عايز اقولك على حاجة فكرة من حق الناس الحق الطبيعي حق التقاضي ده حق طبيعي حق مكفول للجميع ولكن في الشأن الرياضي هذا الحق الدستوري اللي الدستور منحوا لكل ابناء الشعب وكل البشر من حقهم اي حد يرى انه في حق له اهدر من حق الطبيعي روح للقاضي في الشأن الرياضي تم تخصيص وتنظيم ممارسة هذا الحق ليس قيدا على الحق الدستوري في التقاضي ولكن تنظيما لهذا الحق وهلكوا ليه كان المفروض يكون معنا في مداخل الصديق العزيز المهتم جدا بالتشريعات المهندس عامر العميرة لكن فيه مشاكل في الاتصالات بنعتزر له عليها لكن الحقيقة الرجل وضح حاجات كتيرة جدا واحد من العناصر المهتمة جدا بالتشريع الرياضي وبنحييها عليها ليه اتنظمت فكرة حق التقاضي رياضيا وفقا للمواسيق الدولية النشاط الرياضي يا باش مهندس نشاط رياضي متداخل بمعنى قادي وقعة هي لعب مغربي هي بيلعب في الدور المصري حصلت مشكلة بينه باللعب مصري كان ممكن على فكرة ما يكونش حسين الشحات كان ممكن يكون ألوديانج أو بيرست هاو بقينة في تلت دول اللي عايز يطالب بحقه يروح يرفع قضية فين من الطبيعة وقدام بلده وممكن في أرض المنافس وممكن الطرف التالي يروح لأي طرف طب ماذا لو احنا بنلعب في بطولة والبطولة فيها أندية من قرات عدة زي كاس العلم للأندية مثلا هتخضعها لأي قانون فعشان كده لعب محترف بيلعب في دولة تانية مدرب له حقوق عايز ياخدها مدرب أجنبي في منحة ففكرة أنه نشاط الرياضي نشاط متداخل كانت المسألة ضرورة إخضاع الجميع لمظلة تشريعية واحدة حاكمة للكل من هنا جات فكرة المواثيق الإولمبية والمعايير الدولية فالناس اللي طلعت تقول أنه اللاعب لجأ وفقا للحق الطبيعي هو حق طبيعي مكفول لكنه منظم رياضيا بهذا التشريع الرياضي من قبل الاتحادات الدولية عايز أسألك ده مش بس من قبل الاتحادات الدولية هل الدستور بتاعنا ما عشرش إلى هذا الأمر حلو قوي برضو للمهتمين لأنه الناس اتكلمت الدستور يا جماعة في المادة الخاصة بالرياضة بشكل واضح وصريح حددت المادة 84 من الدستور المصري عشان الناس اللي بتتكلم على دستورية اللي حصل لما المادة 84 في الدستور حتشوفوها دلوقت لما نظمت النشاط الرياضي قالت هي ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة قال الدستور وينظم قانون وينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية بينظمها وفقا لإيه بقى بصوا شرعانة الاحتكام للواحة الدولية شوفوا الدستور وهو بيد هذا الحق وفقا للمعايير الدولية وكيفية الفصل في المنزعات الرياضية يعني الدستور بيلزم أبو القوانين بيلزم القائمون في الشأن الرياضي على الاتباع ما ينص عليه الهيئات الدولية إنه فصل المنزعات فيها يبقى وفقا للمعايير الدولية ده احتراما لفكرة التداخل ودي مش توصيل اوصال برأيه ده دستور ده نص ده إلزام ده دستور ده إلزام البعض الذي يريد أن يقول هذا حق وللأسف شديد قد يكون هذا البعض مسؤول طيب وللأسف يعني 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 بقول لكم يعني المفترض القائمين على الرياضة والقائمين على اللعبة أول حاجة يحترم الدستور رقم اتنين يعو مضمون الرياضة في الدستور في الدستور رقم اتنين يعو قانون الرياضة القانون واحد وسبعين لالفين وسبعة اللي نظم المسألة وعلى فكرة المسألة منصوص عليها في كل قوانين الرياضة وكل اللوائح على فكرة المادة في قانون الرياضة المادة ثمانية وتلاتين في الاتحادات الألعاب الرياضية هذا القانون ألزم الاتحادات الرياضية بالمعايير الدولية عشان كده كنت أتمنى على كل من هو مسؤول في الرياضة اتكلم اليومين اللي فاتوا على مسألة حق الشاكوى يكون قاري بس الأول القانون يكون قاري قانون الرياضة اللي بيحكم وجودهم أصلا ويكون قاري على الأقل أو مدرك هو الدستور نظم النزاعات الرياضية ازاي النصة بشواندس على الاتحادات الرياضية قال لك اتحاد اللعبة الرياضية هيئة الرياضية تتمتع بالشخصية الاعتبرية وتتكون منها الأندية والهيئات الرياضية والاتحاد وحده هو المسؤول فنيا عن شؤون هذه اللعبة ورفع مستوها في جميع الهيئات المشارئة إليها في حدود القواعد اللي جايانه منين التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة يعني لما جأتكلم على ما يقره الاتحاد الدولي لكرة القدم ما دمنا في موضوع في الكرة لما جأتكلم على شرعية لوائح الفيفا لازم أن أبقى فاهم إن هي شرعية متكاملة ملزمة لكل احترامها وفقا للقانون المصري المستند للدستور نفسه قالت كمان المادة تسعة وتلاتين من القانون إنه الاتحاد بيباشر الاختصاصات الآتية وكلها أهم ما فيها المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية يعني كل ما يتم وضعه من قواعد دولية أصبحت أنت مدومت أنت عضو في هذا الاتحاد أنت ملزم بالإنصيع لهذه اللوايح والعمل على تنظيمها دي مسؤولية الاتحاد شوف أستاذ فرأيب بقى هو الأهلي ليه راح لاتحاد الكرة يسأله أو يطلب منه يعني تفسير ما حدث لأنه تحسبا أن كل طرف متضرر أنت من حقك برضو تبقى للواحة الدولية تلجأ إلى درجات تقاضي بقى لما حصلتش على حقك هنا داخليا تصعد للجهات اللي أعلى منك إقليميا ودوليا حتى الإتعاد الدولي لو قراروا معجبكش بتروح للكاس اللي أعلى سلطة قضائية في المحكمة بتاعت اللجنة الأولوبية ودني بيبقى حكمان هائي وما بيلغهاش إلا الدستور بتاعت الدولة اللي هي بتنفذ هذه الأحكام على أرضها إحنا إحنا مش عايزين أمور إحنا على فكرة إحنا لا نناقش هذا الأمر من منظور أطرافه هو مثل الأضية دي هو مثل وسابق ما هو أنا بقولك هو مثل سيقر سابقة إحنا بنناقش هذا الأمر بصرف النظر عن الأطراف وعن تفاصيل الواقعة إحنا بنناقش الناس الصرف إزاي في هذا الأمر أنت مش طاعن بالتزوير أنت مش طاعن بواحد خرج من الملعب خبط واحد مع ربيته دي أمور أخرى ها ممكن يبقى واحد ريادي ماشي في الشارع خبط واحد مع ربيته حيحكم عادي إحنا بنتكلم في إطار الملعب وفي بين عناصر اللعبة ولهذا يعني زمر أستاذ إبراهيم قال قد قد ترسي هذه الواقعة مبدأ مش سليم ما تقدرش تلمه بعد طيب يعني أهل كان طرف فيها في اتحاد الكورة هناك تفاصيل كتيرة فيها وعلاقة الساسح سلح علم بيها لكن لما يدلي بدلوه في هذه القضية ويبدو مش مدرك خالص للقانون الرياضة ولا اللوايح الفيفا اللي المفروض أنه كان موجود في اتحاد الكورة وقت اعتمادها من الاتحاد الدولي ولاحة النظام الأساس اللي هنجلها دلوقتي الملزمة للجميع بدأ الراجل متجاهل لها تماما فقط لأن الأمر للأسف يتعلق بالأهلي ولاعب الأهلي نشوف حسين حلمي في مدخلة مع محمد شبانة اللي الحقيقة كان واضح أنه مندهش من الكلام اللي بيسمعه الكلام اللي نحن بنقشه أنه ربما تصبح هذه ظاهرة أن أي لعب يعتدى عليم لأي شكل في أي ملعب لازم كرة القدم في أي لعبة أخرى حتى يصبح من حقه أن يلجأ للنيابة رأي سيدك القانون يا فن هن اللعب اللي تقدم بشكوى للنيابة العامة ضد أحد عناصر اللعبة أي مكان بشكل مجرد خالف اللي الاتهد أو اللي اللي في رأي الشخصي هو ما خلف لأن المخالفة إذا تجاوز السلوك الرياضي المخالف ممكن أن يلجأ صاحبها إلى المحاكم العادية مش المحاكم هنا مش بشكلها اللي تدخل في الرياضة اللي هنا دي دي جنحة جنحة القصف السبب قضى على القانون العام قولوا العقوبات العامة فمن حق الرأوة دي من الجرائم بيسموها في قانون من جرائم الشكور تقل نص المدة ثلاثة إجراءات صاحب الوقع اللي هو عليه قصف أو سب أن يلجأ خلال ثلاث شهور للتبليغ عن شخص الذي قام في القصف ده قانون عام ده لا أواق إطلاقا ومخالفة رياضية بين رجال المحاكم العادية هنا فيه سلوك قيادي ومخالفة رياضية بيعقب عليها لجان الخاصة بتطبيق العقوبات وأولها لجم الاندباط بغض النظر إذا تجاوز الفعل المرتكب حدود المخالفة رياضية من حق صاحب الشهد أن يلجأ إلى المحاكم العادية طب عند مشاب حركة إنه ممكن يعمل نوع من الفوضى شوية في المجتمع الرياضي هو يعمل هو يعمل في المجتمع الرياضي هو يعمل ولكن سبب سبب إيه الخلط ما بين دور رجل الضباط ودور رجل المصابقات طيب هذا رأيي المستشار القانوني السابق الذي كانت تعرض عليه مثل هذه المشاكل وبعض مشاكل الانتقالات واعتماد العقود وغيرها وبالمناسبة هو الشخص يعني على المستوى اللطيف ويعني تحبه يعني ما تعامل معه تحبه لكن نختلف معه في توجهاته أحيانا في بعض القضايا وربما هو يعني لما ساب شوية الاتحاد أو الوقع دي زي ما قال يعني هو أقر أنها لهذا قال تعمل فوضى ولهذا الاتحاد الدولي نظمها عشان ما تعملش فوضى وبعدين الصورة دي في حد ذاتها يعني يا أستاذ إبراهيم لا حول قتل الله بالله ده في جرائم الثقر لما الأعراف بتقبل إنك أنت بطريقة ما تروح لصاحب الحق ويشايل كفنك وتروح له لو قابلك وقابل اعتذارك ماش من حق وعقبك بعد كده ولا هو جاني أحيانا يعني بالأعراف بالقانون بكل حاجة الوقع دي كان وهو صاحب الشأن سافر يعمل عمره بعدين عادة ليه زي بقول عادة لينطاق الفيلم لكن أنا مش سيبك من الموضوع ده برضو إحنا مش عايزين نخش في تفصيل الوقع دي هنشوف هتنتهي لإيه وكل صاحب حق في تحيات هيمشي إزاي النادي الآلي قرر أن ينهج النهجة الذي تنص عليه لوائح كرة القدم المحلية والإخليمية الدولية شكله هيمشي في هذا الخط طيب الآلي قال للاتحاد أولا مبدئيا في كلام أستاذ حسين حلمي هي جزئية أولا فيه جزء ما جاش في المداخلة بتاعته مع شبانا أو في الفيديو ده أنه الرجل بيتكلم أنه ما الأمر حصل بعد المباراة وللأسف ده كلام كمان يجهل معنى المباراة لأن المباراة في لايحة النظام الأساسي ولايحة المسابقات تبدأ المباراة بوصول الفريقين وأطرفها إلى محراب الملعب وتنتهي المباراة بمغادرتهم حرم الملعب وقلنا بتاعت صلاحية يعني يعني أصل لو هي المسألة ما هي كان واضح أنه محاولة التخريجة إزاي تبرر ما فعله الطرف التاني إزاي تبرر له اللي حصل فشوية يتقال أصودي بعد المباراة ومش واخد باله أنه كل الأحداث بتحصل بعد المباراة وكل العقوبات اللي بتقودها إدارة المسابقات كتير منها عن أحداث حدثت بعد المباراة وكلنا فاكرين مباراة الأهل والزمالك في 2020 مباراة القاضية بعدها مصطفى محمد عمل أحداث قد إيه مع لعيبة النادي الآلي وحصل اشتباكات الاتحاد الأفريقي أخذ عليه عقوبات ساعته كانت حصلت بعد المباراة سواء لحسين الشحات أو لمصطفى محمد أو حتى مباراة الصوبر اللي حصلت الأهل والزمالك في الإمارات واتحاده الكرة وقتها كانت اللجنة برئاسة الأستاذ عمر الجنيني أخذت فيها عقوبات عما حدث بعد المباراة فاحنا بنتكلم لما أنت عايز تدور على تخريجة لسلوك برامز وخروجه على اللايحة وشكواه للنيابة والشرطة فيتلص حصل بعد المباراة من هنا تبان أنك أنت بتدور على أي حاجة تحلل بها الخطأ لكن فكرة كمان الصهية المشكلة اللي حصلت زي ما بيقول حسين حلمي أنه فيه تضارب بين لجنة الانضباط ولجنة المسابقات طب واللعب ماله والنظام العام ماله طب اللحظة واحدة التضارب ده بالعكس لأ لو كان فيه تضارب يبقى ساعة ما لجنة الانضباط يجيلها وقعة يبقى تبقى فيه في روعيها أنها ما تعتمدش قرارات لجنة المسابقات مش فيه تضارب طيب هنا واضح جدا أنه حسين حلمي بيخبط في حاجة معينة على الاتحاد لأنه هو المفترض المفترض ده رجل محامي وكان في الشؤون القرنية في الاتحاد ويدرك جيدا أو هكذا المفروض أنه لا إدارة المسابقات أو لجنة المسابقات دلوقت اختصاصها يبدأ مع وجود تقرير إذا كان فيه تقرير أصبح لاختصاص لإدارة المسابقات ما فيه تقرير أصبح من حق لجنة الانضباط فلجنة المسابقات اطلعت بدورها في الموضوع لأن جالها تقرير مرائب المباراة ممكن يعني أنا اشتغلت مع المستشار حسين علم سنين لكن هو سيب اتحاده كرة بقى له كم سنة مدة مش كده ربما ما كانش تطلع على المواد اللي احنا بنقراء النهاردة دي ولا الصالحيات تمتدل على محامي ما أنا بكلمك ونتممكن على وصول القانون والدستور اللي هو طالب الحقوق عارفها معلش انت لطيف أنا بلتمس انت بتحسن النواية أنا بلتمس لا ان هو رجع على أصلي هو قال الجملة اللي تخلي كل الكلام السابق ده اللي قاله بيتعارض معاه لا لو حصل ده ستحدث حالة من الفوضى في المجال الرياضي طيب لايحة النظام الاساسي لما اقرت كان الأستاذ حسين حلمي موجود في الاتحاد هو ومحمد المشطة هل أستاذ محمد موجود لسه كانوا موجودين لما الاتحاد الدولي اعتمد لايحة النظام الاساسي خدوا مالكو حاجة يا جماعة لايحة النظام الاساسي زي بتاعت النادي ده الدستور الحاكم يعني مفترض بجد كل واحد موجود في الاتحاد يبقى مدرك اللي فيها لأن هي اللي بتحدد خطوات كل حد على الأقل المحصل مشكلة يقرأ يعني فما بقى لك بالقانونيين فلما تبقى راجل قانوني ولايحة النظام اللي وضعت في وقتك وانت مراجع لها والمفترض حفظها على ظهر القلب المادة 38 فيها شديدة الوضوح والصراحة وبتقول يحذر لا يغوز لا يغوز دي المادة 38 لا يجوز للأندية لا يجوز للأندية والمسؤولين وعناصر اللعبة أعتقد اللاعب واحد من أهم مع ناصر اللعبة اللجوء لأي من المحاكم المدنية أو الإدارية لحل نزاع رياضي يتعلق بقرة القدم فيه نص يا جماعة أشد وضوح من كده طب لو اختلفنا في النص لاحة النظام الأساسي دي قالت لك ومين اللي مطلع بالتفسير مين القيم على اللايحة مين المنوط به انفاذ اللايحة دي على طول اللايحة بقولك ويختص المجلس اللي هو مجلس الدارة مجلس الدارة ويختص المجلس دون غيره بتفسير أي من مواد هذه اللايحة في حالة كذا كذا تفسيرها وذلك بعد تقديم مذكرة من اللجنة يعني هنا تحريم أو تجريم أو عدم جواز لجوء أي عضو من أعضاء منظومة الكورة للمحاكم المدنية أو الإدارية وبعدين بقى تسمع اللي ده حاج بقى يم مرمي حاجة كده من شوية مصدر مسؤول قال أصل اللي حصل ده الصفعة دي وقع جنائية فاللايحة منعت القضاء المدني والقضاء الإداري بس القضاء الجنائي لا طبعا كلام يدحك يعني لأن أنت المفترض بتتكلم في المدني كل ما يتعلق بكل السلوكيات والإداري كل ما يتعلق بالورق واللوايح والقوانين فدي مسألة بقولك يعني لما يختلف في النص والتفسير مين المنوط بيت تفسير اتحاد الكورة أو مجلس إدارة الاتحاد إذن المسألة وضحة وضوح الشمس حتى لو أن هذا الأمر المنوط بتحويل هذا الأمر إلى الجهات المختصة وقع التزوير مين اللي حولها المجلس مجلس طب ما حولهاش بعد ما تلجأ للمجلس تطلب منه تطلب منه من حقك تشوف إذا كان فيه تزوير ولا لا بس إذا ما فيش تزوير الموضوع إنت فإنت حضرتك جيد بتتكلم في موضوع عموما إحنا مش هنقدر يعني إنت قلت الاتحاد المصري وقلت الدستور المصري وقلت الاتحاد الدولي ودرجات التقاضي فيه إذا كان يعني هناك أمر آخر عاش تستند إليه طيب صديقنا العزيز عمر العميرة الرجل كتب الحياة تويتها مهمة بالإضافة إلى كل ما سبق قال إنه المادة 58 الفقرة التانية من النظام الأساسي للفيفا يعني بصوا احنا تكلمنا على لاحة النظام الأساسي المصري والقانون الرياضة المصري والدستور المصري فعمر العميرة قال لك لا دا كمان لاحة النظام الأساسي للفيفا عشان كده النادي الآله لما بعد جواب النهاردة الحياة كان يعني مذكرة قوية جدا لأن هي كانت مسببة وبتسند للمواد قالت لك خالف لوائح الاتحادين المصري والدولي طب المصري وفقا للمادة 38 اللي عرضناها واللي دي في ملعب الأستاذ جمال علام ومجلس إدارته لأن أنتو المنوط بيقوم الرد عامر قال لك دا كمان المادة 58 الفقرة التانية من النظام الأساسي للفيفا يحذر اللجوء إلى المحاكم العادية ما لم ينص على ذلك على وجه التحديد في لوائح الفيفا ويحذر أيضا اللجوء إلى المحاكم العادية فيما يتعلق بجميع أنواع التدابير المؤقت يعني اللجوء للمحاكم الدولية المحاكم العادية مدني إداري جنائي غيره محزور وفقا لللاحة الدولية لاحة النظام الأساسي للفيفا وعشان كده أنا هقول لكم اللي جاي إيه إيه اللي جاي إيه اللي جاي إيه اللي جاي إنت بعدت تقول اتحاد الكرة رد علي قولي أنا عندي لاعب النهاردة مستدعى للنيابة وأنا من حقي كلاعب محترف أحافظ عليه ده أصل من أصول النادي المسار القانوني دي قضية أنا احترمت تنفيذ العقوبة بتاعتك ونفستها واللعب توقف وتغرم وأنا عقبته يعني خد عقوبتين على الفعل إزاي جنائيا هياخد عقوبة تالتة فيما يمثل سبقى خطيرة إزاي النادي زي منتك اتحاد كورة عضو في الاتحاد الدولي عضو جمعية عمومية في الاتحاد الدولي ومن ثم أنت ملزم وملتزم بلوايحه النادي عضو جمعية عمومية عندك في الاتحاد وهو ملزم وملتزم باللقيحة الحاكمة للطرفين عشان كده كان الجواب للنادي من النادي لاتحاد الكورة في هذا الشأن خاصة أنه الواقعة لو اتكلمنا على زي ما قلتلكوا فكرة بعد المباراة هفكركم بالعقوبات اللي كان خدها الاتحاد الأفريقي بعد المباراة عشان بس المستدرس حسين حلمي يشيل من دماغه شماعة أصل الأحداث بعد المباراة وكأننا احنا لسه هنلعب كورة جديدة بعد المباراة الكاف يعلن رسميا إيقاف الشحات ومصطفى محمد أربع مباريات بسبب نهائي أفريقيا ما هو ده حصل بعد المباراة من الاتحاد القري ولو الوقت يطول هنجيب حالات كتيرة جدا لعقوبات حصلت من الاتحاد المصري والاتحاد الدولي عن أحداث بعد المباراة لحنا وصلنا علاقتنا بالجزائر على شكوى حصلت في شوارع أم درمان يعني احنا بعدنا نشتك الاتحاد الجزائري على أحداث بين الجمهير حصلت في شوارع أم درمان مش في محراب ملعب المباراة فإذا ما يتعلق بمباراة الكرة أعتقد الوضع واضح وصريح قبل منسيب الموضوع في نقطتين البعض حاول الدفع بيهم هو مش الأهلي كان رحل المحكمة ضد عبدالله السعيد هو الأهلي لما رحل المحكمة وبعدين اتقال ما هو رحل المحكمة ليه أول حاجة الأهلي رحل لمحكمة التحكيم الرياضي وده أمر في صحيح القانون الرياضي بالعكس هو التزم بالقانون أنه القانون بيقولك أو أنت وانت بيحذر عليك اللجول للمحاكم العادية القادة الطبيعي بتاعك القادة الرياضي اللي هو مركز التسوية والخلافات الرياضية اللي قال لما راح خد حكم خده في ذات الوقع من المحكمة الرياضية المصرية من مركز التسوية والنزعات الرياضية التابع لللجنة المنبي التابع لللجنة المنبي اللي حصل بعد كده أن هذا المركز المحكمة الدسترية أوقفته أحسن فيه نحية شكلية قالت أن اللايحة الحاكمة لهذا لهذا المحكمة أو هذا المركز لازم أن تصدر من جهة الاختصاص وهي هنا مجلس النواب جهة اختصاص تشريعي مش اللجنة الولمبية المصرية برئاسة السيد هشام خطر ويحاول ويحاول الاختصاص بعد كده لللجنة الولمبية لا في التشكيل لا لا هي قالت ما تكلموا عن التشكيل يا أستاذ براي قالت أن اللايحة المنظمة من ضمنها التشكيل أصد أقول وبنود المركز أنت مش هتروح مجلس النواب كرياضية الشيكي كل مرة لا أنت هتنشئ هذا المركز بالآلية دي في اللجنة الولمبية المحكمة الدستورية ألزمت الحكومة وهي هنا في الرياضة ممثلة في وزارة شباب الرياضة أن تعد مشروع مزاكرة مزاكرة لايحة خاصة بالوضع القانوني لمركز التسوية وتتقدم بهذا المشروع القانوني لمجلس النواب لدعمه وتكرده يقره يبقى خلاص يعلن في الجريدة الرسمية ويعمل به وعلى الجهات المختصة تنفيذه أول جهة مختصة وفقا لللايحة هتبقى اللجنة الأولمبية المصرية إذن هو خلاف شكلي في شكل تكوين مش في اختصاصه فتم تجميد العمل بمركز التسوية والتحكيم الرياضي يعني الأهلي ما رحش للمحكمة من نفسه دي جزئية الأهلي رح للمحكمة ذاتها لاختصاص في قضية عبدالله السعيد الجزئية التانية ما الأهلي رح لمحكمة القضاء الإداري ضد لجنة الانضباط هو الأهلي رح لصميم الاختصاص لأنه اللي هيفتح لايحة النظام الأساسي في الاتحاد المصري كورت القدم المعتمدة من الفيفا بينص فيها على طول في الديباجة الأولينية بتاعتها أنه في حال الخلاف على أي ما يرد في هذه تأسيس هذه الليحة اللجول للقضاء الإداري في الليحة نفسها برضه أستاذ إبراهيم معلش ناحية إجرائية شكلية ما بيتكلمش على اختصاص أيها هو كلم على تكوين اللجنة اللجنة ساعتها النص الصريح فيها أنه بيتم انتخابها من قبل الجمعية العمومية النادي الآله عضو جمعية عمومية راح لمحكمة القضاء الإداري يقول له أنا عضو الجمعية الجمعية العمومية للاتحاد المصري بالتعيين وليس بالانتخاب هي اللي دفعت الأهلي لأنه يروح للمحكمة بيه بنفس الحق اللي أقرته الليحة في كل الأحوال ما كانش فيه تحرك إلا من خلال نص الليحة تاني عشان أعزة بصاتها خالص طعم في المرتين اللجنة اللومبية ما خدتش الإجراء الدستوري اللازم في تكوين اللجنة النزاع لم يكن نزاع اختصاص اللجنة ولا شرعية اختصاصها ولكن شرعية تواجدها لأن فيه خطأ في الإجراءات بالضبط نفس الشيء النادي الأهلي طعن مش على اختصاص اللجنة ولا كان بيطعن على قضية محددة في اللجنة ده بيقول يا جماعة اللجنة دي لم تشكل بالانتخاب فيه مخالفة بتشكلها لكن لم ينزع اختصاصها ولم يعرض أمر خارج اختصاصها على الرأي العام يعني ما كانش رايح بقضيته إلى القضاء العادي لا هو بيقول اللجنة دي ما تكونش صح في كل الحوال كان اللجوء للقضاء وقتها بموجب النص نفسه استنادا إلى أنه طريقة الانتخاب ما تمتش فالحفاظ على الحق الأهل يطلب باحترام اللايحة زي ما بعت الاتحاد الكورة النهاردة يطلبوا باحترام اللايحة التي حذرت هذا التقاضي انتظارا لرد التحاد الكورة في محاولة لانقاذ الكورة المصرية من سابقة بجد هتكون خطيرة لأن احنا هنحتاج فعلا إقسام شرطة بدل ما تيارير المباراة ومشاكلها قبل ما يروح لعمر حسين هيروح لإسم أول مدينة نصر خلاص انت أي حد يتعور من أي حد لو ضربوا كوع جاب دم من حقه يروح يعمل تيارير طب 21 يوم ويطالب بحبس اللاعب ده هيكون فعلا إذا كنتم مستهنين بيه في الدور الممتاز لا في القسم التاني والتالت والناس الغلابة تحت اللي بترتكب دايما عمف شديد ضد بعضها أعتقد هيكون المسألة سابقة خطيرة وحنخش في النواية واصلوا كان يقصوا على التحاد الكورة تصدنيها وحنخش في النواية نخش في النواية لكن قبل ما نخش في النواية نخش في الفاصل وبعد الفاصل نشوف التركيز بالذات في بلوزات موسيقى 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 أهلا بحضراتكم جديد بنشكر تفاعلكم الكبير تعليقات كتيرة جاية من قانونيين على فكرة الدستورية بتاعت المادة اللي خاصة إنه شأن الرياضي مؤكد منصوص عليه دستوريا وإن الدستور هو الحاكم لكل هذه القوانين وإنه المسألة متدرجة كمان للتعقيب من البعض على إنه سلطات الحكم في أرضية الملعب ممتدة لما بعد المباراة بقى إنه الحكم من حقه بعد المباراة يطرد أي لاعب من حقه يشهر الكرت الأحمر لأي طرف ويكتب في تقريره إذا ما ارتكب فعلا ما يؤدي إلى أرضه أو توقيع عقوبات تحق عليه ده ممتدة لغرف الملابس بعد المباراة أتمنى أنه الوضع يكون واضح لأنه فعلا الهدف في النهاية حماية الكرة المصرية من النهاية تنزلق أو يدفع البعض بيها إلى هذه الهوة لكن غدا التركيز بالذات في مواجهة بلوزداد بكرة إن شاء الله تعالى الأهلي وشباب بلوزداد المباراة قوية وصعبة وأنا أعتقد أن الكابتن لغدر بلوه من نجم الجزائري الكبير كان عنده حق لما قال في تصرحات المباراة صعبة على الفريقين قال الأهلي فريق كبير عنده خبرات الأكثر في أفريقيا حصولا على ألقاب هذه البطولة لكن قال شباب بلوزداد لن يكون خصما سهلا عنده لعيبة جودتهم عالية وعنده مدرب خبراته جيدة وعنده دوافع لتحقيق نتيجة كويسة في مصر أعتقد كلام الأخضر بلومي يحمل لعبتنا حذر حقيقي دا من غير ما يقول ما يرجعوا لماتش السوبر آه تحضر العصيبة أي بص الجزائر وأنديتها من خلال اهتمام الدولة ورعاية شركات البترول بشكل مكسف جدا الترجم على دعم مادي وصفقات للأندية بتشهد تغيير في الواقع الفني بتاع هذه الأندية وأنا بقول لك المباراة دي مش هتكون سهلة وشوف ماتشون مع الينج أفريكنز خلص كام المجموعة قوية جدا بتاعتنا عشان كده النتائج متبينة أنا شايف الماتش دا مفصلي يرياحك جدا الفوز بيه يرياحك جدا الفوز بيه طيب المباراة ساعة 6 مساء في استاد الجيش في برج العرب وحيدرها الطاق مكيني بقيادة وايو وايويرو كماكو دي في الجولة التالتة للمجموعة الرابعة الأهلي بيتصدر هذه المجموعة بأربع نقاط مديامة الغاني عنده تلت نقاط وشباب بالوزدادة عنده تلت نقاط وينج أفريكنز عنده نقطة واحدة من تعادله مع الأهلي آخر كلام عند مرسل كولر إيه ميستر كولر بعد التمرينة الأخيرة وقبل السفر للإسكندرية قال في المؤتمر الصحفي الأهلي جاهز للمباراة وقال إنه كل المباريات في دوري أبطال أفريقيا صعبة قال إن شباب بالوزداد بالذات منافس قوي جدا ويمتلك عناصر مميزة قال كمان ميستر كولر ما تنسوش إنه شباب بالوزد ده بطل الدوري في الجزائر وإنه بيتوقع إنه وفقا لسمات لعبة الجزائر وطبيعة الأداء الجزائري إنه حيكونوا مقاتلين في الملعب لتحقيق نتيجة إيجابية لهم لكن رجع ميستر كولر زي ما أنتوا شايفينه في التمرين أكد إنه لعبتنا جاهزين ودوافعنا المراد كبيرة للغاية قال إنه نحن وجهنا ظروف صعبة خلال الفترة اللي فاتت أهمها الإجهاد والإرهاق الزهني وبيفكر الناس إنه اللعبة بشر في حاجة إلى راحة واستشفاء لمواصلة الأداء اللي بيتأثر بهذه العوامل اللي هو الإجهاد والضغط الزهني قولي ذلك عايزة التواخف هنا أستاذ إبراهيم بيبرر أو بيفسر الأجازات اللي كان بديها خلال الفترة اللي فاتت أنا عايزة يخرج باللعبة وبنفسه من الرحاق الزهني والبعدين قال كولر بالنسبة للناس اللي بتقارن بين حصاد الموسم اللي فات والموسم الحالي قال إن الموسم الحالي مازال فيه الكثير من البطولات والارتباطات اللي يفوز بها الفريق ولفت نظر الجميع إلى إنه محدش مأثر والكل بيبزل كل مجهود لحصد البطولات وإسعاد الجماهير الكبيرة أعتقد كلام مستر كولر عندك حاجة توف عندها أنا بس عايز يعني ده كولر شايف فرقيته كده كلام المفروض إنه بيطمن بس أنا مش هتطمن قوي غير لما شوف الترجمة بتاعت اللعيبة في أرض الملعب اللي هي مش التوفيق بقدر السعي الجاد والالتزام الجاد طيب اللعيبة عبر عنه محمد الشناوي كابتن الفريق في المنتمر الصحفي النهاردة قال إن الأهلي مبدئيا بيحترم المنافس جدا ويتفهم دوافعه لتحقيق الفوز قال إنه في حالة من التركيز الشديد بين اللعيبة لتقديم أفضل ما يمكن خلال اللقاء اللي هيجمع الفريقتين يوم الجمعة قال كمان الحارس الدولي الكبير إنه تركيز اللعيبة منصب على هذه المباراة ولا يوجد أحد يفكر في منافسات كأس العالم إحنا دلوقتي مركزين في مواجهة بالوزداد قال الأهلي بيضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات العالية اللي يقدروا يتعاملوا مع هذا الموقف ويفصلوا بين البطولات قال كمان الشناوي إنه جمهور الأهلي دايما هو اللي بيمنحنا الدوافع الكبيرة للفوز وجوده بيدعمنا بشكل كبير لا يمكن أن يكون هناك تشبع من البطولات وإنه في عوامل عديدة تؤثر على الأداء زي الإجهاد والسفر نساعات طويلة والمشاركة في أكتر من بطولة متدخلة مع بعضها قال كمان الشناوي نسير بشكل جيد نسعى للفوز بكل البطولات التي ننافس عليها مثل الدور وأفريقيا والسوبر والكاس وما زال هناك وقت مبكر للحكم على الموسم قال إنه في الموسم اللي فات كنا ماشيين بشكل غير موفق في أفريقيا لكننا تدركنا الأمر بعدها وحصدنا اللقب في النهاية وقال كابتن الآلي ثقة كبيرة في زميلي وإنه الجهاز الفني قايم بدور كبير جدا لإنهاء الموسم على أفضل ما يكون قال إنه جمهورنا بيتفهم ده وبيساند الفريق والهدف بتاعنا كلنا حظ الألقاب هذا الموسم نتمنى تاني وتالت الناس عايزة تطمن من خلال أنت تتفرج على الأهلي بالسمات التي تعودوا عليها ووضعين في الاعتبار طبعا عنصر التوفيق أي اللي هو يجب أن ندعو أن يصادف التحكيم وجميع نصر لعبة وهولهم لعبوا النادي الآلي أي طيب عرفنا كل حاجة عن الأهلي وعن قايمة الفريق والناس اللي سافر بيها مستر مارس الكولر اللي بيتين في المعسكر اللي لدي مين هما؟ الشنو مصطفى شوبير وحمز علاء محمد عبد منعم وهنا توقف عند محمد عبد منعم لأن الإصابة اللي أصيب بيا عبد المنعم بإلتواف الكاحل في المباراة اللي فاتت خلت كل الناس انزعجت وقلقت من مغبة غيابه عن الناس قالت لك مش هيشارك في كاس العالم لأ ده جهز ودخل كمان قيمة بلوزداد فعب منعم موجود ياسر إبراهيم كمان اللي كان عنده إصابة طفيفة أيضا موجود معهم رامي ربيعة وخلد عفتاح ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول إذن قيمة الدفاع مكتملة بشكل أساسي في نص الملعب واخد مروان عطية وقاليو ديانجو وعمر السلية وإمام عشور وأحمد كوكا ومجد أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر واخد في خط الهجوم بيرس تاو ومحمود كهربا وأنطوني مودست دي القائمة اللي موجودة دي القائمة الموجودة والتي تم اختيارها والتي نتمنى أن نشهد عودة بعض اللعبين إلى مستواها وأيضا توفيق للعبة محددة بص راضينا لمنه ده كل الناس هتقعد مركزة مع مودست نتمنى أنه نشوف أن الفطرة الفاتت دي المستوى طريقة الجارية طريقة القفز الكلام ده لو شفنا لعيب أكثر جاهزية الناس هتبتدت بصوله بنظرة تانية كابت الخطيب حريص أن يروح يحضر المباراة أيوة ده أخبار آخر لحظة رغم أن يعني إنما هو حيكون موجود بكرة في 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 اسكندرية وبإذن الله بدرجة كبيرة حيكون موجود فلسطين طيب بس اللعيبة شعر أن الكابتن معاهم لحظة بلحظة كمان الأهل منظم إتوبيسات لنقل الجماهير من أمام مقر النادي في الشيخ زايد التجمع الساعة 11 الصبح والتحرك الساعة 12 يستوجب استحاب كل مشاجع معايا تكون معايا تذكرة المباراة وبطاقة الفان اي دي الخاصة به كما يحظر استحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت أعتقد الجماهير اللي بتروح بقت حفظة قوائم الممنوعات وإيه المسموح شباب بلوزداد يا جماعة إذا كان الأهلي 1907 نشأته شباب بلوزداد بعد كده بكتير 1962 لكنه فريق قوي جدا كيمته التسويقية 10 ونو بوينت 95 يعني 11 مليون يورو ده رقم كويس جدا لفريق جزائري دلوقتي بالذات لأنه وضح فيه اهتمام كبير من الأندية الجزائرية قلت لك الوضع السنة دي مختلف جدا يعني وده اللي يعني أهله للحصول على بطولة الدور الموسم اللي فات عنده ألقاب شهرة كتيرة الحقيقة البلوزداريين متسمين الحمر والسياربي والكبير فالكبير فالكبير قوي بيواجه الكبير يعني دي مباراة الكبير مع الكبير قوي بيدربهم مدرب برازيلي لاخدر بلومي أشاد به كتير هو المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا نجموهم حسين بن عبادة وزين الدين بوتمان لتنين دول أعلى قيم تسويقية وأسعارهم 750 ألف يورو يعني بالدولار كده محوالي 900 ألف دولار يعني لا رقم كبير بالنسبة للعب جوه جزائر ده رقم كبير يعني هما لعبتهم في أوروب أرقابهم كبيرة قوي لكن جوه جزائر ده رقم كبير طبعا مؤكد أنه باكيتا كراجل برازيلي درب الزمالك قبل كده عارف كل حاجة على الأخير عارف كل حاجة عن الآلي وعارف طبيعة أداء الآلي وعارف شخصيت الآلي وعارف جمهور الآلي فمنفتح قوي على الكرة المصرية وعارف كل اللي فيها عشان كده المباراة بقول لكم فعلا لازم ناخد بالنا ومحتاجة تركيز خاص جدا فيها على فكرة فريق البلوزداد عنده عشر ألقاب في بطولة الدوري واخد كاس الجزائر ثمان مرات وفاز بكاس الرابطة الوطنية الجزائرية مرة خد كاس السوبر الجزائري مرتين الكأس المغاربية اللي لأنديها البطل أخدها الثلاث مرات شارك في دوري أبطال أفريقيا خمس مرات بل إنه أذكر إن أنا حتى كنت موجود في الرحلة دي منو الجزائر واجه شباب بلوزداد في 2001 وتأهلنا من هذه المجموعة لما كسبنا هناك 1-0 هدف إبراهيم سعيد كان رئيس البعثة الأستاذ ياسير منصور والمدير الفني كان منو الجزائر ومدير الكرة كابتن على عبد صادق كنا فوزنا هنا 1-0 بهدف الكابتن حسام غالي وهناك فوزنا 1-0 بهدف الكابتن إبراهيم سعيد وصعد الأهلي كان مفتاح المصر والتأهل بالنسباله مباراة شباب بلوزداد صعد الأهلي علشان يكمل مشواره ويحقى معه منو الجزائر اللقب في دوري الأبطال شباب بلوزداد قيمتهم مكتملة عندهم رئيس وهاب ملوحي وأليكسيس قندوز وردوان معاشو دول حراس المرمى عنده في خط الدفاع معاس حداد وشمس دين بكوش وأشرف بودراما وحسين بن عبادة وأيمن بقرة ومختار بالخيثر عنده في نص الملعب ممادو سماكي وحسين السالمي وعدلان قديورة وعبد الرؤوف بن غيث وأكرم بوراس وعنده في خط الهجوم إسحاق بلصوف ومروان زروقي ولمين جالو وعبد الرحمن مزيان وإسامة درفيلو ومحمد إسلام بلخير وليونيل وانبا ده المشوار أو دي القايمة عندهم غيابات غياب عدة أسماء بارزة خاصة على مستوى الخط الدفاعي الأمر بيتعلق بشعيب كنداد وده كنداد لعيب مهمة عندهم ويوسف العوافي ومحمد عزي وإسلام بكير وزين الدين بوتمان ده الأعلى قيمة تسويقية يعني زين الدين بوتمان القيمة التسويقية الأعلى هو اللعب المهمة عندهم عبادة حسين بن عبادة شباب بلوزداد في دور الأبطال اللعب الفريق السيراليوني بورانجيرس وفاز شباب بلوزداد 3-1 ثم كرر الفوز أيضا 3-1 ذهابا وإيابا وده كفاله دخول دور المجموعات جي في المجموعة الرابعة فاز في ملعبه على يانج أفريكانز 3-0 لكن الغريب أنه خسر من غانا من مدياما 2-1 المباراة دور الجزائري إذا كان الأهلي وصيف الدوري حتى الآن وعنده مؤجلات شباب بلوزداد لعب 6 مباريات في الدور الجزائري فازفة 4 خسر مبارتين سجل 9 أهداف واستقبل 5 أهداف نتائجه في الدوري كسب نجم مقرة 1-0 وخسر من اتحاد خنشالة 3-2 وفاز على الاتحاد الرياضي السوفي 3-0 وخسر من اتحاد الجزائر 2-1 ولعب نادي برادو فاز عليه 1-0 واجه شبيبة القبائل وفاز على شبيبة القبائل 1-0 وأيضا اتأجنت مباراته مع اتحاد بسكرة قلتلكوا قبل كده اللقاءات السابقة للأهلي مع اتحاد مع شباب بلوزداد كانت في 2001 الفوز 1-0 و1-0 تاقم الحكام اللي هيدير المباراة تاقم حكام كيني بيتر وييرو حكم ساحة جيلبيرتو شريوت مساعد أول استيفني يانبي مساعد تاني نيجرو ديكانش ده الحكم الرابع ده كل ما يخص هذا المنافس الجزائري المحترم خدوا بالك يا جماعة الكرة الجزائرية كرة محترمة وليها سماتها الخاصة أبرز ما في سمات الكرة الجزائرية القتال الشديد العناصر أو الصفات الإيرادية عند اللعيبة عالية جدا مش من فراغ أبدا وصف مقاتل الصحراء لا هم فعلا مقاتل الصحراء لأنه عندهم سمات شخصية عالية جدا عندهم تركيز عالي جدا في الملعب عندهم لعب في قدر عالي من الجدية إن لم يكن يعني لا يصل لحد الخشونة لكنه بفعل قوي وفي تركيز وفي واجبات مهمة جدا في الملعب بس أنا عايز أتوقف أستاذ إبراهيم احنا بنشهد في الفترات الإخرينية أزهى عصور العلاقة الطيبة بين الكرة المصرية والكرة الجزائرية وشفنا التصريحات مع كل الأندية الجزائرية التي لقيت الأهل سابقا حتى شباب ملوزداد الآن والتصريحات اللي بتتقل بتعكس احترام شديد جدا والإدارات بتاعت هذه الأندية في زيارتها للقنارة بتبقى حريصة تروح النادي الأهلي وتؤكد على هذه العلاقة مسؤولي وفاق الصيف والتحاد العصر ما أنا بقول لك الوفاق ده منتهى الوفاق كلهم الحقيقة حتى على المستوى الدولي يعني أي بلد كانت تشهد هذه المحاولة الخبيثة الدنيئة في الوقيعة قرويا بينها وبين أي دولة تانية كانت حسيب بأثار إلا هذا الشعب الجدع العربي بجد يعني الجزائر قابض على عربته لا وعلاقته تاريخيا بمصر علاقة فيها مشاركة يعني محدش فينا بعيد عن أحداث التانية صحيح فإحنا أهلا بهم أشقاع بمعنى الكلمة أعزاء بمعنى الكلمة يلقوا الترحيب بإذن الله ويعني إلى مزيد من الدعم في هذه العلاقات ولنترك الكرة تقول كلمتها في الملعب أما العلاقات اللي بيننا وبينهم إلى ازدهار بإذن الله طيب اللعب الأغلى المدافع حسين بن عيادة حسين بن عيادة الرجل له تصريحات لصحيفة النهارة الجزائرية قال لك نقاط مباراة الأهل بالذات بتعني لنا حاجة خاصة جدا قال لك لأن احنا لما خسرنا من ميديامة ما عندناش فرصة إلا للتعويض على حساب الأهلي قال إن احنا هنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية للإبقاء على حظوصنا في المجموعة قال إن احنا بنحترم الأهلي لأنه ملك هذه المسابقة شوفوا برضو الآخرين بيدركوك إزاي الأهلي ملك هذه المسابقة لكن في حدود المعقول أظن أن اللعب في الإسكندرية أفضل لنا من اللعب في القهيرة على الأجواء الساحلية بالنسبة لهم يعني قال بن عيادة تعفيت من الإصابة وأنا جاهز لاستعادة مكانتي الأساسية في مطش الأهلي هلعب في مركز الدفاع من أجل تعويض زميل لشعيب كداد اللي بيغيب للإصابة يعني هو بيرجعوا لسد هذا الفراغ قال حسين بن عيادة لما لا نكرر سيناريو اتحاد العاصمة الذي فاز على نفس الفريق في السوبر الأفريقي في مدينة الطائف بالسعودية يعني فوز التحاد العاصمة فتح الطريق لشباب بالوزداد أن يقول لك وهو بطل الدوري شوف المباراة صعبة جدا المباراة ظروفها ما تخليش أي نوع من أنواع الطراخي من الطرفين للأهل يستطيع بالفوز الذي قفلت في اللحظات الأخيرة منه في مباراة يانج أفريكانز والفريق الجزائري بالخسارة من ميديامة في اللحظات الأخيرة أيضا اتنين واحد المباراة مهمة جدا جدا اللي هيكسبها حيرتاح في مشواره القدم مؤكد يعني مية المية هخليك تتكلم على الأهل ولعبته لكن عايز أقول لكو هداف شباب بالوزداد وهو بيستعد لهذه المباراة هداف الفريق اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا تواصلت معاه بعض المواقع للحديث عن موقع يلا كورة للحديث عن المباراة باعتباره مهاجم لهذا الفريق المهم قالوا له انت بتقيم مسيرتك ازاي مع شباب بالوزداد قال لهم ما يهم المهاجم هو تسجيل الأهداف لما سئل عن مباراة الأهلي النسخة الماضية شهدت فوز شباب بالوزداد على الزمالك مرتين هل الفريق الجزائري قادر على تحقيق ذلك مرة أخرى أمام الأهلي يعني بيقولوله انت كنت معاهم لما كسبوا الزمالك مرتين رايح جاي تقدروا تعملوا ده مع الأهلي قال ايه المهاجم الكاميروني قال لك من الصعب الإجابة على هذا السؤال لكن قد يكون الفوز صعبا للغاية خاصة عندما تواجه الأهلي في مصر لكن الأمر ليس مستحيلا مع الكرة نحن قادرون في الفوز على الأهلي سجلت هدفهم في شباك فريق الزمالك وهو نادن كبير جدا لكن يعتبر الأهلي هو الأكبر وأحب دائما مواجهة الفرع الكبيرة لذا لا أستطيع الانتظار حتى يأتي يوم المباراة متلاهف بقوة هذا المهاجم الكاميروني لمواجهة الأهلي قالوا له في الفترة اللي فاتت الأهلي تعاقد مع الجزائري أحمد قندوسي والأمر قد يحدث في المستقبل رأيك إذا تلقيت عرضا من الأهلي أو الزمالك قال البطولة المصرية بطولة كبيرة جدا أود أن ألعب في مصر لكن يبقى الانتقال لأوروبا أولوية بالنسبالي الآل والزمالك لهم نادي كبير لكن أريد أن أحتفظ بهذا الرد لنفسي هو أولا بق وبيفهم إجاباته كويسة جدا لكن بيتضعنا أمام برضو نقطة مهمة جدا لنخلي بالنا منها الفرقة دي كزمة زمالك رايح جاي واللعب دا سجل في زمالك رايح جاي فلا المطش مش هكون سألة لأبدل أستاذ برايم وإحنا مسألة إن إحنا عمالين نقيم أنفسنا على ما يقال عننا برضو دي نقطة فيها منطار الخطورة إن إحنا عايشين برضو حتة إحنا الأهل إحنا أيوة بس فيه منفسين بيبذله غاية الجهد أمامك إنت عشان تظل في المكانة دي لازم تقدم هذا المستوى والفريق يبقى هذا الدعم وبشكل مستمر ثقة لا تتوقف مع مكانة الظروف بين الأهل وجماهيره ولعبته تاخد المسادة ومؤكد إنهم حيبقوا يعني هم كمان عاملين حساب الجمهور بيحاولوا دولوا حقه اللي لعبت الأهل تقول لهم إيه مقلوم كده الجمهور دا بسندكم الجمهور دا عشان مكبير فيكم إنت بقى على رأي الشناوي كابتو الشناوي إنتوا عندوكم جماعة تاريخ سوف يكتب إنكم الجيل اللي عمل ما لم يفعله أي جيل فيه تاريخ النادي الأهل احسموها لصالحكم عيشوا على تحقيق هذا الهدف إنكم أكبر عدد من البطولات الإفريقية والمحلية في عهدوكم شوفوا احسبوها بقى الجيل الأعظم جاب كم بطولة وفضلوكم كم بطولة عشان تنفسوه لازم تتجاوزوه فبإذن الله لو أنت بتلعبوا يعني بشيء من الأنانية حتى ما هو إذا أنت ما نحسلش لنفسك مش هتنحز للصالح العام وإذا ما تخلقتش دوافع وإنحز النفسك مش من باب الأنانية ساعات أفضلك عن نفسي لإنحياز النفس يعني أنا وإنت رحلين على الجون عشان أنا أنحز لنفسي ممكن أبصي لك وكورة أنت تجيب أجون أضمن مني لإني لو أخفقت أنا أسأت النفسي طب لو جبت أنت الجون الفرقة كسبت وحيزت الناس هتوعي تفتكر لي الأسست ده إذن الإنحياز للنفسي ليس معناها الأنانية ولا أن أنا محطش الصالح العام في اعتباري أحيانا أنت إنحز لنفسك جزء من إنحيازك للصالح العام مش جزء أهم فيه حاجة إنحياز للصالح العام هو ده اللي يحطك في المكان المحترم أنا بقول لهم اعملوا اللي عليكم سيبوا الباقي على الله بإذن الله وتفيق صيفة يصادف من يبدل الجهد والإخلاص نتمنى إن شاء الله كل التوفيق هنطلع لفاصل وبعد الفاصل الأهلي وجوائز الأبطل ماتخافش على الأهلي ماتخافش على الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد ماتخافش على الأهلي لأنه الأهلي الحياة ما فيه استفتاء يتعامل ما فيه أي تنظيم لمسابقة يحصل إلا وتلاقي الأهلي دايماً له حظوظ أو دايماً بينافس بقوة هذه الأيام الأهلي وجوائز الأفضل جوائز الأفضل اللي بيمنعها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأهلي الحياة بينافس فيها في ثلاث مناطق الاتحاد الأفريقي أعلن النهاردة عن التصفية النهائية للقائمة الأخيرة لهذه الجوائز لأفضل نادم في أفريقيا جاء الأهلي منافساً مع الوداد المغربي وصندونز الجنوب الأفريقي في أفضل حارس تم تقلصها بين محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي منتخب مصر يسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي ومنتخب المغرب والكاميروني أندري أونانا حارس مرمى منتشستر يونايتد يبقى الشناوي مع ياسين بونو ومع أندري أونانا أفضل لاعب داخل القارة برضو الأهلي موجود ممثلاً في مهاجمه الجنوب الأفريقي بيرستاو اللي بينافس النميبي بيتر شالوليلي مهاجم سندونز والكونغولي فيستونمائيلي مهاجم بيرامدز الآلي في كل مفردة موجود في أفضل نادي موجود في أفضل حارس موجود في أفضل لاعب داخل القارة موجود مصر كمان موجودة في أفضل لاعب في أفريقيا من المحترفين في الخارج وبيمثلها نجمين العالمي الكبير محمد صلاح اللي بينافسه المغربي أشرف حكيمي لاعب بريس سند جرمان والنيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي الحقيقة مصر مش غيبة إلا فيه جائزة أفضل مدرب لأنه بينافس فيها وليد الراكراكي المدير الفني لمنتخب المغرب وقاليو سوسيم مدرب السنغال وعبد الحق بن شيخة الجزائري مدرب التحاد العاصمة وهنا غريبة شوي غريبة شوي خد مدرب لهو هو اعتبر أنه تحاد العاصمة خد لقبيين خد الكونفدرالية والسوبر من الأهلي لا الفكرة مش لقبيين تبا الأهلي تبا الأهلي تبا تكلم أحسن مدرب خد خمس ألقاب لا هو بيعتبر هو خد اللقب الأفريقيين فالأهلي عنده لقب واحد أفريقي في دور الأبطال ما هو يبقى أنت بطل السوبر سيأخذها لأن ما هو بطل السوبر بيبقى عنده لقب ما هو خد بالك حاجة مت هيالي مش هتعدي وليد ركراكي لأنك برضا ما هي وليد ركراكي لا لا وليد ركراكي أفضل مدرب المغرب دا يتنفس إزاي مثال حصاده وفي كهس العالم يخليه عايز أقولك مش معقولة هتعدي الركراكي أفضل مدرب إلا زدت المغرب أحسن فريق آه بالتبعية منطقة تعرف أن القامة لما كانت مفتوحة شوية قبل ما تتقلص لتلاتة كان منتخب الكرة النسائية المغربي بنافس أيوة يعني المغرب في الخانة دي رجال وسيدان دوليا مدهش والوداد موجود برضو أيو طيب إن شاء الله كل التوفيق لأنه الحفلة هيتلعب هيتعمل يوم 11 ديسمبر في مدينة مراكش بالمغرب كل التوفيق إن شاء الله تعالى للأهل والمحمد صلاح محمد صلاح كمان بينافس بقوة لكن أعتقد برضو أشرف حكيمي خطر أشرف حكيمي خطر لأنه كمان بتتكلم على إنجازه مع منتخب المغرب ده كان في هذا الجوائز الأفضل لكن بالنسبة للأهلي يبقى هناك كلام كثير عن أبناء ولكن الحياة أبناء ولكن قضية بتفرض نفسها على السطح الإعلامي لبعض أبناء النادي الأهلي لبعض أبناء النادي الأهلي ليه؟ في بعض البرامج اللي عندها أجندة وأجندة هي بوضوح ما هيش لصالح النادي الأهلي لكن الواحد فيهم علشان ما يتورطش هو ويتحمل خطاب معين قاله معنا كابتن فلان الفلاني كابتن النادي الأهلي أو يستضيفه ويحط على لسانه اللي هو عايز يقوله أو يستدرجه للمنطقة اللي هو عايز يقولها وللأسف يا باشموندس كتير اللي بيقع في الفخ وتبص تلاقي يقولك احنا ما قلناش ده نجم الأهلي هو اللي بيقول الأهلي كذا والأهلي كذا والمدرب كذا واللعب كذا وبقت قصة ما أنا لسه بقولك الصح والخطأ والخلط بينهم ومسألة إن انت عمل تركز مع النادي الأهلي على المشاكل والسلبيات وتبرر وتعظم من أي قرار تربوي وده صحيح أنا مع أنك تعظم القرارات تربوي الأندية تماما يعني بس خليك بقى شايفة مع الناس كلها مش تحرض هنا وتدعم النادي هنا يعني هنا بتحرض اللعيبة أو بتنبههم أو بتسخنهم وهنا بتحذرهم واخد بالك مش عايزين نقلب الصح والغلط الهرب مش عايزين يتقلب النادي وقدرته لازم يبقى أقوى حاجة في المنظومة اتحاد الكرة لازم يبقى أقوى حاجة في المنظومة كل ده إذا اتغير ما تقدرش يعني تنتظر التطور خالص خالص يعني دي نقطة مهمة الجملة الأخيرة دي يا جماعة ما تعديش اتحاد الكرة لازم أن يبقى الطرف الأقوى في المنظومة هو عن ناس لو فهم أنه الأهل أقوى من اتحاد الكرة ده صح أولا ده مش صحيح بس مفهوم القوة قريبا علش لكنه أي اتحاد هو الهد هو رأس الإدارة لازم أن يكون قوي بس قوي بالعدل قوي بتطبيق اللوايح قوي أنه يبقى على مسافة واحدة بجد بقى مش المسافة إياها يبقى عنده سلطة أنه عنده لوائح واضحة وصريحة وحاكمة للعلاقات بين الكل ويبقى متجرد من الهوى متجرد من المصالح مش مرة يحكم بكده ومرة يحكم بازدواجية بيدي القوة ما يغم يعني يعني هو ما تبقىش قوي أنك أنت تقول إيه إن كان عاجبك آه ما بعتش أنك تنظم البطولة وتجهلت البندي ده وبعت للوزارة من غير البندي ده لو أنت قلت كده أنت مش قوي كده أنت أنت متعند القوة لما تيجي تنظم بطولة القوة بقى اللي كنت أفهم في اتحاد الكورة إن في موسم زي ده كان خد قراره بدون سؤال الأندية إزاي يبقى الموسم ده استثنائي عشان نوفر عدد من الأسابيع يريح بيها المنتخب يريح بيها اللعيب وكان غير النظام هي دي القوة مش القوة أن أنا هي كده مش القوة أن أنا أقول للمدرب هنا بتوسط لي علشان ترفع قوة نادي تاني مدرب المنتخب وجرجره في حاجة بمشكلة زي كده دي مش قوة دي فوضى ما تقوليش أنا حر لا أنت مش حر أنت حر في تطبيق القواعد بتاعتك وفي تطبيق المسئوليات اللي أنت جاي من أجلها مش أنك تفرض أمر واقع وإن كان عجبكو أنت مش حر أنك أنت تحصل أموال من الأندية وتعفل أخرى منها وتأجل لها أو تقصط لها أنت مش حر في دي دي مش قوة لكن أنت قوي لما تقولي الكل الأندية ساعة ما تقول مش هسجل القوام إلا لما تسدد تنفس كلامك على الكل على الكل مش اللي يروح يتفعلك أو اللي يجيلك توليفون لا اللي يروح يتفعلك ده خلاص بقى تضحك عليه ونرجع في كلامنا دي مش قوة دي بتخلق حالة من الشعور بعدم العدل وعدم الاهتمام بتطبيق قرارتك أنت وأنت ساعتها يمكن تستشعر القوة ولكن أنت بتفقد القوة دون أنتدري لأنه هيجي مسألة تانية مش هاسمعوا كلامك هذه هي القوة القوة أني ما يطلعش أعضاء مجلس الإدارة وبعضهم بيعمل في الإعلام كل واحد يقول له هو عايزه وبعدين يطلع التناقض ويقول لك لا ما حصلش أو يتعاقد مع الشركة لها فرقة في البطولة يعني خرق صريح لللاح مثلا هي دي مش قوة دي الفوض لا مش قوة تقول لي والله إن كان عاجبك أو تفرض عليه أمر واقع غير سليم القوة تنظم القوة كما يفعل الاتحاد المغربي في الشأن الكرة المغربية فتكون النتيجة نجاح في كل في الصلاة وفي الشاطئية وفي السيدات وفي الناشئين وفي الكبار وفي عدد في الأندية والمنتخابات وفي عدد المواهب المتبعترة على مستوى العالم ها 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 دي هو ده مفهوم القوة لكن مفهوم القوة إنك تفرض الخطأ بالعافية وتقول لي دي قوة لا ده تعانت في استخدام السلطة دي مش قوة فأنا عايزي التحاد قوي إن أنا لا أجرؤ إن أنا أخرق نظامه لا أجرؤ إن أنا ما أقدرش أطلب طلب مش من حقي أو إذا طلبته ما جاليش مش من حقي إن أنا أصعب أنا من نفسي لما لقي المعيار واحد مش هيجي لي الجرأة إن أنا أضغط إن يتم استثنائي ولا يا ساز إبراهيم صحيح بس مفهوم القوة دائما يا ساز إبراهيم تحقيق النظام والمصارة الوحدة وصولا أخرى ما يكون إلى العدالة طيب قبل ما أدخل في الفقرة دي كان مفهوم القوة في اتحاد كرة اليد عند واحد زي الدكتور حسام الصفة وهو أكتر ما نشتهر بالحدة في فرض النظام طلع في نهاية التسعينات تقريبا وراح فارض فكرة دور المرتبط وعشان يجبر الأندية تهتم بالنشئين استحدث بعض الحاجات حتى حاجات كانت تعالج أو قصور معين يعني المبرأة اللي تنتهي بتعادل بفير ركلات ترجيح بعديها عشان يفرض على الأندية تهتم بتدريب لعبية على ضربات الجزاء إجباري شوية مش عارف النادي اللي يسجل لعب أعصر يسمح له بأنه عنده أكتر من لعب زيادة في القايمة عشان يعالج بعض القصور الفنية كان بيحسب الجون اللي يجي من لعب أعصر كلها الحياة كانت فيها تدخلات زيادة لكن أنا عايز أقف عند حتة اللي المهندس عادل أشار إليها أنت كالتحاد تفرض النظام بتاع المسابقة اللي حق المصلحة هل نتعشن أنه اتحاد زي اتحاد الكورة يفكر مرة تم تخلينا في المسأل بتاع اتحاد كورة اليد ما أنا هقول لك هقول لك التناقض في استخدام القوة أنت هنا قوي هنا مش قوي يعني لما جيه الدكتور حاسم مصطفى خط بعض القواعد وبعدين في خلاف بين لعيب مهم والمدرب بتاعه لما حسن اللاعب كان عنده حق وحيؤثر على مستوى في المنتخب وحيضيع قال أن اللاعب اللي يجيب قون بيده الشمال يتحسب إزاي وسجلك إيه الميزات لصالح أنك تجيب اللاعب الأشوال اللي يشوت من برة بيعالج بعض الفصول فكان عندك لعيبة بالكوم في المراكز في البكات استفاد منها أنه كسب بطولة العالم أكتر من مرة للناشئين لحد النهاردة ونافس أكتر من مرة وصدر لعبتنا بقى لعبتنا زي البرازيل كده بتصدر لعب كرة خدم كرة يد المصر بتصدر لعب كرة اليد وبيكسبه فرقم على مستوى العالم لكن لما تيجي تقولي بقى أنا أود اللعيب ونت حطت قاعدة إن المكان اللي فيه مثلا اتنين لعيبة دولين أو تلاتة معرفش اتنين أو تلاتة حطت معيار ما جيبش فيه لعيب من برة يوم يجي النادي الأهلي يجيب لعيب وهو محتاج ما عندوش ولا لعيب في هذا المركز ويدفع فلوس لنادي الشمس زحسن قداح وانا قاعد ومعايا الشيك وبسلم الاستغناء والاستغناء طلع يجي جواب أو التليفون من رئيس الاتحاد لا واجه الاستغناء لنادي الزمالك كان هشام نصر لا هشام نصر طب ليه انا انا شاف ان دي مصلحة اللعب ده انت عندك تلات لعيبة دولين في هذا المركز لا هو كده هي كده هي كده ليه بقى يروح ملعبه يبقى عنده اريحية زمالك يصدر ويكسب فلوس ويكسب بطولاته ولقى ليحرم هنا مش قوة ده تعنت في استخدام السلطة تعنت في استخدام السلطة اي الفارق كبير بين فرض الرأي في الصح وفرض الرأي في الغلط طيب هرجع اقولك تاني واحنا بنتكلم على فرض النظام اللي يخدم الهدف العام احنا شفنا بمجرد ما تزعت مباراة للأهل والزمالك والناس اتكلمت بقى فجأة فيه اهتمام بالناشئية هل نطمح تنتهي تانيوم باستاذ الرئيس ماشي بس هل نطمح اهتمام اتهي تانيوم هل نطمح ان احنا تحاد زي اتحاد الكورة يفرد دور مرتبط بمعنى هي المسابقة المحلية ما هي الا وسيلة للارتقاب المستوى العام طيب اذا كنت انت دلوقتي من اهم مشاكلك الارقام الكبيرة في الفلوس خطر ليه خطر جدا الدور المرتبط مع الدور الممتاز لا لا فكورة القدم خطر ليه بقى لان دي لعبة ملايين مليارات ولعبة جمهورة بلمش بعشرات الملايين كويس فلما انا بقى كسبان الدوري وبعدين فريق 16 سنة خسرهولي بيعتردت بان انا بلعب بترتيبي او بنتيجي في بطولات اخرى فكورة القدم صعب يعني هو لكن 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 التموك تعملها بحوافز تانية انك تخلي فيه جواز مالية معكوسة تدفع في قطاع الناشئين جواز مالية مهمة جدا للفرق فهتخلي فيه فرق مش على الخريطة تهتم بالناشئين جواز مالية محترمة انا لو قلت ان اكبر مشكلة بتواجهني دلوقتي الارتفاع الجنوني في اسعار اللاعبين كله عمال يشتكي طيب ده لانه الاندية ما عندهاش ضخ كافي من الناشئين مش مظبوطة اصاز بريب الكلام ده انه فيه شاكم الاسعار لا فيه شاكم الاسعار بس مش نتيجة عدم الضخ نتيجة عدم الصبر على ان اللاعب ينضج في الدرجة الاولى فانت بجيب اللاعب على الاقل اللي يكسبك النهاردة لكن انت لا فيه اهتمام بالناشئين هو الاتحاد اللي مش مهتم بالمسابقة التنافسية في مصابقات الناشئين مش بالمستوى اللي يخلق لك لعيب جاس طب هو انت لو قلت مثلا زي اتحاد السلة قالك في دور المرتبط الفوز في الفريق الاول بياخد ثلاث نقاط في المرتبط بياخد نقطتين نقطة قل دي في احد المسابقات يا استاذ براهين معامل دوري مرتبط معامل جنبيه ست مطولات تانية اه عامل دوره محترفين تاني اه ما انت ممكن عايز تربطها بقى بدوري الرابطة قول كده اعمل معاها مسابقة للناشئين وربطهم ببعض ما زلت شايف انه لازم مسابقة تفرض على الاندية تهتم بالناشئين فيه فيه مسابقات لا تحدد مصيرك الدولي كانت ايه وليه لا مش ممكن ليه ما انا بقولك اهو انت تاخد الدوري خدت 60 نقطة يا استاذ براهيم هو ايه اتعايز ان انا اخسر انا بطل افريقيا وبعدين خسرت في بطولة ناشئين مراش كاس العلم ازاي يا استاذ براهيم اه ايه عشان يمكن عشان يمكن يطلع لعيبي يعجبني فوق طب من عندي لعيبة وبتلعب طب انت قلت حاجة تاني هو انا يا استاذ براهيم انت قلت حاجة تاني هو اللعيب القوي اللعيب القوي هو رمضان صبح تلعي ازاي لان كان فيه تخطيط من نادي الاهلي كورور مش رمضان بس كل الاجيال اللي بعديه طلعت ازاي مصطفى محمد طلع في زمالك ازاي ما هو لعب وفرض نفه على الاجيال ده لفه على 3 اربع اندية في الاعراض لا حد ما استاوى ما هو نضغ يعني في رحلة من المراحل كان ممكن يسبوه لا ما كانش عايساء هم شافين ان اللعيب ده قوي وانه ما احنا متابعينه يا استاذ براهيم من صغره فهو هتدف رقيته هو اخذ بالك فهو راح عشان يعني فكرة الاعراض انا مع التوسع فيها مش تقيادها زي ما عمل اتحاد المصري وسع خلي الناس الناشئين دي اهو ده بقى العناب الناشئين ادي للفرق اللي تكسب بطولات الناشئين جواز مليئ قوي تعارف ان هو ممكن اديني اديني ميزة لما اقدملك لعيب ناشئ للمنتخب اديني ميزة لا اوة ممكن نعمل حاجة تانية في اللي انت قلته ما بين الحوافز المادية ودور المحترفين اذا اعتبرنا الدور الممتاز دوري بيحدد البطل والمشاركات الخارجية ترتبط النتائج معها في الدرع العام الدرع العام الدرع العام لكرة القدم هذا الموسم الله عليك ترتبط بين مسابقتين بس كتا 18 و 16 بس ايه درع العام دي فكرك والدرع العام دي يبقى لها جايزة مالية محتربة كم مليون جنيه ها جايزة كبيرة بس لو دك ده كلام بقى تربط بطلتين من الناشئين مع نتائج الفريق الاول يديك الدرع العام ده كلام موام ده كلام انا معامل مياه المياه الدرع العام لكن انت حتى الدور المرتبط ده ده في مسابقة من المسابقات اللي تعامل لا لانك في الكرة مش هتقدر تلحق ترجع تعمل دور محترفين تاني على مسابقة اوه عايز تربطه في دور الربطة اللي هو مالوش تأثير على مسيرة اقليمية او دولية بس ما هو الربطة برضو بتعتبر بطولة بمناسبة الربطة يا جماعة على فكرة في حاجة اتمنى انه السادة المسؤولين في الربط ياخدوا بالهم منها احنا اتكلمنا على اهمية حتى بالنسبة للنادي الاهلي انه شارك في الكاس الربطة السنادي لان بطولة تنشطية مهمة بس فين تكافؤ الفرص انت هتلعبها بدون اللعيبة الدولية نادي زي النادي الاهلي هاتخد منه 7-8 لعيبة للمنتخب الاول في كاس الامم وتقال انه ميكالي هيجمع المنتخب الاولمبي كمان في الفترة دي بتاعة يناير الاهلي ممكن يتخد منه 2-3 لعيبة كمان يبقى الاهلي منقوص 10 لعيبة من قيمته ما تيجي تقول لي اللي حينسحب او يعتذر عن المشاركة في كاس الربطة هعاقبه ان انا هخصم منه المليون جنيه اللي بدهاله نظير المشاركة في الدورة الممتاز طيب انت هو انت في الاول حافظت على التكافؤ الفرص في المشاركة ما انت ما حافظتش عليه فبالتالي المفترض مدام ما اعملتش مبدأ تكافؤ الفرص ما ينفعش اتعاقد حتى وان كان المليون جنيه رقم رمزي جدا دلوقتي في حجم الصرف على الكورة لكن انا بتكلم رقم واحد انك خليت البطولة لها شرعية لانه بقت كمان بتاهل البطل بتاعها للمشاركة في كاس السوبر برغم افتقاد معيار تكافؤ الفرص يعني انت ما سوتش بين الاندية الاندية اللي قدت لعيبة دوليين اكتر بقت محرومة منهم في بطولة انت بتشرع عنها انك بتخلق لها جايزة وبتحرم المنسحب منها وبتاهل البطولة اكبر بجواز كبيرة كمان زي كاس السوبر فين هنا تكافؤ الفرص اتمنى انه ما يفكروش في فكرة ان انت تطبق عقوبة على فريق معتذر عن عدم المشاركة نتيجة انه ما عندوش لعيبة كافية برغم انه احنا هنا طالبنا ونادينا انه النادي الآن يشارك بالصف البديل اللي عنده ويبقى الهدف بتاعه اتاحة الفرصة هو ده الاكتشاف والتطوير ليه قطاع الناشئي فانت ده هدف مهم على فكرة اي ده مهم جدا يعني اشارك عشان قدي فرصة للولاد اللي ما بيلعبوش بالزبط وللناشئين اللي عايز اشوفهم بالزبط وكان تجربة نكحة وشورت لين على اللعيب بس قبل ما الاجهزة الفنية تقلق من ضغوط الجماهير على النتائج يبقى الهدف معلن وعلى فكرة يا جماعة اعلان التارجتز ده موجود في كل دول العالم يعني انا فكرة افكرك بحاجة واحنا في اليابان كان المؤتمر الصحفي لما منشستر يونايتد كان مشارك وصير اليكس فيركسون كان حاضر وفي مؤتمر صحفي حد سأله تبقى لك 21 سنة بتقود المان يونايتد وكتير ما بياخدوش بطولة ومع هذا انت مستمر ليه وازاي فالراجل قال تفسير قال يا جماعة فيه اهداف كل مرحلة الانرز الملاك بتوع النادي عندهم اهداف للمرحلة دي اللي ممكن يكون مش الهدف منها ان انا اخد بطولة ممكن يكون الهدف منها ان انا ابني فرقة ممكن يكون الهدف منها ان انا اعلى القيمة التسويقية بتاعتي ممكن يكون الهدف ان انا عايزة لما اتنين تلاتة لعيبة عشان نبيحهم عشان نموه رأس المال بالنسبة للملاك يصل لكذا فبقال ان احنا كأندية في بداية الموسم كل نادي عنده اهداف معلنة من البطولة انت انت ذكرت المسأل ده مهمة جدا اه لان في ايام اليكس فيرغسون اه كان نادي المان يونايت التور فضل توجوده هو الاعلى في القيم التسويقية والاكثر دخلا اه ومش بالضرورة اخذ البطولة اما هو مفيش حد يقولك مش اهداف انه ماخدش البطولة هو بيبقى عنده موجات هو عارف ان انا كسبت البطولة تلات سنين ضروري حيحصل الكيرف ينزل فبيتحملني موسم اطلع بعد كده بالكيرف عشان اكسب تاني بيتحملني لكن مش من ضمن اهدافه انه مكسبت انه بيبقى مفاهم ومستوعب ان الموسم ده الموسم بناء او موسم يعلي القيم التسويقية بتاعته ولاه بيستحملني لان انا عارف ان انا جزء من القيمة المضافة للقيمة التسويقية هو عمل ايه بيرجسون ده راح الفاريست محدش كان راحب لكده احنا واحنا هناك اكتشفنا المان يونايتد ايه ده شعبيته جامدة جدا هناك عشان بيعمل الجوالات على طول على طول موجود على طول موجود فانت ناقل السوق بتاعته من اوروبا فتحها في اين في اسيا فراجل زي ده ما تسبش لا ما تسبش الا لما يبقى غير قادر على العمل اذا ده مدرب مشاريع مش مسروع مدرب بيقولوله احنا هنمشي ازاي قال لهم انا التلات سنين دول ممكن تحاسبوني على البطولة السنة دي استعملوني عغير هاخد مخاطرة يكسب يا مكسبش هم كمان بيقولوله هم عايزين ايه يعني احنا موافقين عايزين رأس الملكز عايزينه كذا بس ده طبعا في الحاجات الخاصة لانه برضو في الاندية العامة تبقى البطولة هي الاساس يا سيدي ما فيش اما انت بتبقى البطولة هي الاساس لكن الواقعية مهمة بتحتم احيانا عليك انك ترتب ورقك انك تتحمل سنة فيها بناء اه ترتب ورقك ما تقدرش تقول ما انا يعني انا عشان كده بخاف من نغمة انا كذا انا كذا انا كذا ايوه انت وصلت ليه دي عشان بتفكر صح فكمل تفكيرك الصح بيبقى يتخللها بعض المنحناء ايوه نفهم اسباب لكن بالمساندة ما بتطولش معانا ايوه هي دي النقطة اه ما تطولش معانا طيب هل القيمة التسويخية بتاعت النادي الالي بتتعازم ما بتتعازم يبقى احنا ماشيين صح وعلى فكرة جزء من القيمة مش جزء كل القيمة التسويخية بتاعتك مبنية على نمو عدد جماهيرك طبعا وحمسهم وشغفهم في مطابعتك هم المكون الاساسي اللي قيمتك التسويخية اذا البكون الاساسي اللي قيمتك التسويخية جاية من مش بس الاصود الاصود دي انا بجيبها عشان انت ترضى عني وتبعني بشغف وامل وامل هيلي اللي سبونسا تبونان على دول هيولي انت بتاع تقول مش ملك الجماير ايوة من اجل الجماير الملكية شيء زي انت والعمل من اجل شيء انت بتتجوز عشان تكون قسر وحلوة ان الناس تتجوز من خلال حب وفي ناس بيتخلق الحب بعد الجواز اي لكن ما يبقاش الهدف الوحيد الحب اي ولا ما تتكونش القسر اي لان دي المعيار ده مش ثابت المعيار ثابت المسئولية والتضحية اللي بيعرف يشين مسئولية بيته ده النموذج اللي بيقدر ينجح القسر طيب اعودهم بقى لابناء ولكن الحقيقة زي ما قلتلكوا على نوعية الابناء ومدى التزامهم والغريب جدا الاشعاعات اللي بتحصل ويدبني عليها اراوان طبعات وحلقات وبرامج زي بالزبط واحد زي حسام غالي حسام غالي في علاقته بالنادي الآلي فجأة يكون مسار جدل كبير الفترة اللي فاتت عن علاقته بمجلس الإدارة وبالكابتن محمود الخطيب فيطلع كابتن حسام غالي يتكلم زي اتقال عليه انه هو اللي ماشى مسماني وهو اللي ماشى كمان الكابتن ساد عبد الحفيز نشوف الكابتن حسام غالي حسام فترة حسام غالي كعضو مجلس إدارة عضو في لجنة التخطيط الفترة دي واحدة من الفترات الحساسة جدا اللي بيطلع فيها كلام كتير لو انا قعد دلوقتي مكاني واحد من جمهور الاهلي هتلاقيه بيقول او هتلاقي بعض منهم يقول عشان الواحد يكون دقيق يعني هسام غالي هو الامر الناهي في لجنة التخطيط وفي ملف الكرة داخل نادي الاهلي ردك ايه بقى على الاسئلة دي هقول له ان الكلام ده مش صحيح يعني اللي هو او هو مش فاهم طبيعة الشغل جوه نادي الاهلي عاملة ازاي او دولاب العمل ماشي ازاي يعني ما فيش قرار فردي جوه نادي الاهلي عشان كده فيه لجنة التخطيط يعني رؤسك الكابتن حمول الخطيب بعضوية الكابتن محسن صالح الكابتن زاكريا ناصف وانا عضو فيها الكرارات كلها بتتاخد كرارات جامعية ما فيش حد بياخد الكرار فردي وما ينفعش مثلا حد يقول انا الماشي فلان او فلان واطلع انا اقول لا يا جماعة مش انا اقول يا جماعة لا ده هو الدنيا بتمشيش كده في الامر الاهلي الاهلي مؤسسة كبيرة طول عمرها لها دستور بتاعها يعني تربينا كده في النادي الاهلي ان القرار بيطلع قرار جماعي والناس كلها بتدفع عنه فده اللي بيحصل لكن شخص واحد يبقى مسئول مسئولية كاملة عن حاجة ده مش مش موجود لو في نجاح نجاح مشترك من اول كابت الخطيب لغاية اصغر واحد في النادي لو فيه فشل وفشل مشترك بين بنا كلنا يعني فالامور دي مش مش صحيحة يعني مسئماني وسائل عبد الحفيز يتنسب لشخص انا ما عنديش منع انا اتحمل مسئولية اي حاجة خلالك ان انا اتحمل مسئولية هزيمة مكسب نجاح اخفاق انا ما عنديش منع خالص لكن الامور ما بتمشيش كده جوه النادي ما فيش شخص متحكم هل انت كنت مع رحيل الاسمين مسئماني وسائل عبد الحفيز وبتشوف ايه السبب اللي خلى الكلام ده يطلع ويزيد ان حسام غالي اه هو كان السبب وراك كلام ده او ورا رحيل اللي تسمين دول بالتحديد لا انا ما اقدرش اقول لك انا مع او ضد الرحيل الناس الناس عملوا طاريخ جوه النادي كبير سواء مسئماني او كابتن سيد عبد الحفيز قدوا دورهم بشكل كبير ورحلوا زي ما اي حد رحل قبل كده عمل كرير في النادي وعمل نجاحات ورحل فهي دي الدنيا دي طبيعة الحياة يعني ما فيش حد بيبقى موجود في مكان طول العمر يعني هي دي سنة الحياة يعني سهلا الحفيز وحسام غالي اه بعلقتكم مع بعض دلوقت علاقة طيبة ولا علاقة متوترة يعني طول العمراء علاقة طيبة عمراء ما توطرت يعني كابتن سيد عبد الحفيز لعب معي كنت زميل يعني في الملعب لعبنا مع بعض كثير ما كنتش بقول له كابتن سيد بقول له باسمه عادي اول ما تولى منصب مدير كورا كابتن سيد بقى كابتن سيد وعلقتي بي كويسة وما فيش اي حاجة على تواصل انت هو الغايد الوقتي ولا الكلام اللي تقال ده وطر علاقة ما بينكم لا مش هوطر علاقة ولا حاجة هنقابل بعض هنسلم على بعض هننتواصل وكابتن سيد موجود مش موجود ان كابتن سيد رحل وجه ورحل وجه ومعرض يرجع في اي وقت يعني ليتو يعني وده اللي احنا بنقوله لا يستطيع احدا يخرق نظام الاهلي مهما كان اسم الحرص انت فاكر لما جيك كابتن حسن يتكلم على ازمة اللعيبة وسبعتاشر لعب في سنة خمسة وثمانية قال لك انا كنت مش رفع الكورا عدو مجلس دارة مش رفع الكورا لكن لما حبيت اخد القرار قلت لهم لن تدوني صلاحيات مدير كورا لانه بتديني الحق يعني شوف الدقة المشرف ملوش صلاحيات اللي بنعودة للمجلس هو بتابع للمجلس لكن عايزين ياخد خرارات تنفيذي فيبقى له صلاحيات يدوني الصلاحيات عشان عارف ياخد خرارات النهاردة كابتن حسن ما كان يقدر وانت هو لما قالش كلمتين دول وخد الدوني مش الدوني كانت عتعدي زي ما بتعدي في اي نادي يعني ما حد عيفات الشراء ولا اقول انت ازاي خدت القرار لكن الدقة فيه انها تخرق النظام كابتن حسن قال لهم يا جماعة فيه ايه احنا احنا نادي مؤسسي يعمل كده ممكن اقول رأي جوه زي ما انا عايز بس لو المجموعة مش موافقة عليه مش حيمش الرأي ده فهو وقبل كده اما حاب يربطوا انه عشان مش عارف ان فيه زعل بينه وبين الكابتن الخطيب راح قال لهم انا كنت مسافر عشان ايه بدخله مدارس مرة وبعمله وبسويه وانتو خلي بالكو الكابتن الخطيب رأسة بحثة ده الكابتن الخطيب لما سابني السلم الجاي ده تاحت تكلمني ليلتها وقال لي لو كسبني حتى انت اللي هتسلم الجوائز لو خسرنا انا حنز لا نسلم الجوائز عشان يعفيك من اللاطة عشان يعفيك من الضغط اللاطة السلبية يعني شوف الرجل بيعرض انه يتحمل هو عن مجلسه هذه الامور فحيبقى فيه خلاف ازاي يعني الناس لا تاعي هذه الثقافة ثقافة ادارة النادي الاهلي والعلاقة بين مسئولي والتزامنا جميعا صغيرا وكبيرا كل واحد في اطاره وفي حجمه وفي حدود مسئولياته بنظام النادي ولا يستطيع احدا يخرق هذا ده كلام مهم جدا لوضع النقاط على الحروف نطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام تاني مهم اهلا بحضراتكم من جديد وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي فيه هذا العدد الكبير من الابناء المخلصين اللي مدركين نظام الاهلي وتقاليد الاهلي والعمل في النادي الاهلي ازاي احنا شفنا واحد زي كابتن حسام غالي وهو بيتكلم على انه كابتن سيد عب حفيز جهه ومشي وراح لكنه في النهاية هيبقى هو كابتن سيد عب حفيز ابن النادي الاهلي المخلص هيا اخلاص سيد عب حفيز لقاء بيتسئل عن الكابتن خالد بيبو خالد بيبو يحتاج لدعم كل جماهير ومحب النادي الاهلي لانه من المؤكد انه فيه حد بيبدأ الموسم الاول له في منصب مهم جدا زي مدير الكرة في النادي الاهلي حجم الخبرات المتراكمة عنده او اللي تكونت عنده مش هتقدر تقارنها بحد زي كابتن سيد اللي قعد سنوات طويلة لغاية لما تركمت عنده هزي الخبرات النجاح ده مش هيجي إلا بالمساندة والدعم والثقة والأجواء الصحية للعمل كابتن سيد ازاي يشوف او شاف ازاي كابتن خالد بيبو اعتقد ده كلام مهم لو انطلب منك في الوقت ده جالك اتصال كابتن سيد احنا عايزينك ترجع للأهلي هترجع خالد بيبو اي منصب في النادي اي منصب في النادي اي منصب في النادي حاجة تانية لكن خالد انا بأكد مرارا وتكرارا خالد زميل واخه وكاننا مع بعض عبد عيش وملح والناس لازم توفو ظهروا لان هو في الاول والاخر يعني واحد من منظومة الاهلي وان شاهر رحمة ربنا ووفاو اي منصب تاني اي منصب تاني اكمل بس الحاتة بتاعت خالد عشان الدنيا تبقى اه واضحة وصريحة جدا يعني دي مرحلة كل واحد ياخد تبقى كاملة عشان تعرف تقييم صح ما ينفعش يبقى التقييم كله على مباراة او شهر ولا شهرين ده مش صح خالص صح لازم الانسان ياخد تجربة كاملة عشان يبقى فيه انصف فيه انصف فربنا يوفق يوفق جامل جدا لان انت بتمثل يعني ستين سبعين مليون مشجع الاوي ده في مصر بس برا مصر طبعا العدد بيبقى اكتر من كيب كتير انا مش بعيد عن الهل انا مخرجش من الهل عشان يدخله يعني حتى لو ما كنتش موجود كبوزيشن فانا موجود كمحب ومتواجد يعني بس فاللي جاي ما تعرفش اللي بكرة اللي ممكن شهيلهولك بكرة محمد خالص يعني لكن انا ده بقتي باخد تجربة جديدة يعني موجود بشكل سواء كان بحاجة تخصني حاجة خاصة بي او بشكل اعلامي يعني متقطع كده بطلوات احداث نفس الخط يا سيد سبراهيم تعلمنا ايه في النادي الاهلي تعلمنا نسانة بعض مفيش حد فين الاهلي فوقها الجميع يبقى انا حتى انتم مصورين انا زعلان مسلا حطلع هاجم لا وكان منصفا قال كل واحد لازم ياخد فرصته ويقعد عدد السنوات اللي يحاسب عليه وتجربته كاملة انت بتقيمه بعد شهر وتكتمل التجارب بتاعته على فاكر الناس فاكر ان خالد بيبو ده عشان طريد كلامه ما هو الناس كلها من ناحية اللباقة وصرعة البديهة وطريقة الالقاء ومش عارف ايه لا كامت سامر عفيد يكسب خدراته يكسب اي حد واخد بالك لكن مش معنى كده ان اللي ما يعرفش يتكلم كده ما عندوش لا ما عندوش القدرة في اتخاذ الخرارات الصعبة الكابتن سيء كابتن خالد بيبو لا عندو هذه الصرامة وهو كانت مشكلة الكابتن خالد بيبو ايه هو في الناشئين انه خد خرارات صعبة جدا ماشي لعيبة لأولاد مدربين ماشوا وزعلنين منه وزعلنين من نادي الايل لحق الوقت لكن هو ما حطش في اعتباره وكان محمد رمضان كده كان بيو مع صحابه وشفت ايمن ايمن شاوي شاوي هو بيضحك لانه كان اقرب صديق لأيمن شاوي ما مسك مدير كورة ايمن شاوي ساب له النادي ومشي دايما مشي تضحك مرة كان اختبارات الناشئين فمقابل ايمن داخل ايمن بقول لك كان رمضان مدير كورة فايمن داخل وكان مروان ابنه لسه صغير فواخد مروانه داخل فبقوله راح فين تعالى نوعد قال لي هود الود لرمضاني مشي واجيلك ايبا دمه خفيف فهو يعني يعني اصدر اقول ايه لو فيه كان بيجامل ما كانش كان جامل صعبه ده فهم هو خالد بيبه كده يعني يقدر ياخد منه هذا النوع مقارات الصعبة فماش عايزين نقيمه في ميزان القدرات اللي باقي لقدام الناس بينه وبين كابتن السيد ولذلك كلام كان مهم جدا ومنصف جدا لكابتن ساعد بالحفيز وقال انا انا اشتغل في اي حاجة مش ضروري يعني انتو لازم لازم كل ما تكلمون تكلموني عن مدير كرة وفي واحد شغال يعني مش كده بس وعايز يقول له ده انا راجل بتاع اعلام كواسي هو راجل موجه اعمل في ادارة تانية يعني هو كابتن سيد خد خبرات تنجعه في اي مكان طيب ده عهد الناس بابن النادي الاهلي كمان نقطة مهمة جدا يا جماعة التعامل مع النادي الاهلي وانت براه لان فيه ناس كتيرة الناس اللي بتشتغل يقول لك ده عشان مدرب في الاهلي بس الانصاف لما بييجي والدعم لما بييجي من ناس مش شغالة في الاهلي لكنهم ولاد النادي اللي حاملين جينات النادي وعندهم الحرصة على النادي بيبقوا مهتمين انه ازاي تنجح لاعب جديد جاي للنادي الاهلي لانهم ما عاشوا الظروف دي واحد من الناس اللي وعي دي كابتن ديها السيد الحقيقة رأوا دايما ايجابية دعمة لكل ولاد النادي اتسأل على امام عشور في الوقت اللي انا بلاقي للأسف قلنا ابناء ولكن ولكن في ناس تانية مش مدركة دورها ومسؤوليتها كناس من ولاد النادي ازاي تدعم لاعب جاي جديد للنادي الاهلي وازاي تقب في ظهره وازاي تساعده انه ينجح وازاي تخلي الجمهور فعلا يشوفه بشكل كويس ده ما بيحصلش عند البعض لكن عند ضياء السيد عن امام عشور اعتقد الكلام كان مهم انا عايزك تقول رسالة لامام عشور انا معاك انا شايف الحملة اللي معاك انا مستغرب لانه امام على فكرة حملة امام من ساعد ما جيه وماشي كويس جدا عمل شوت وحش عادي زيه زي ايه لعيد يعني اللي اثبت بزيادة شوية انا شايفه مقادي في معظم المباريات اداء حلو جدا واداء كويس جدا ودايما بيبقى من نجوم المباراة يعني هتحس انه في حاجة اعلى ده امام يمكن من اكتر اللعيبة اللي كان مستقر من بداية الموت من اكتر الناس يعني مع التزبزبات اللي طلعوا ونزلة يعني كان ليه حد أدنى بنزلش عنه بصراحة اه بالزبط فهي هي زيادة شوية وطبعا معروف لينه بنتبقى زيادة ضغط على امام ضغط على امام لكن في النهاية اه انا شايف انه ذا مبالغ فيه بشكل كبير جدا لكن هو بيقدي كويس وعالي جدا ويعني اللعب شوت وحش واتغير خلاص يعني مش هتح بتحصل حابب توجيه له رسالة من هنا والله هو يعني حابب يعني اللي دايما كنا بنقوله ونقوله ليه والزمائله انك تقفل ودنك وتشتغل وتشتغل وتحاول طول الوقت لانه دي شغلتك طول الوقت لازم تكون في على طول في احسن حاجة واخد النقد المبالغ فيه ده بطريقة ايجابية انك انت مش عايز اقول ترد لانه هو بيعمل بيشتغل وبيعمل عليه عايز اقول انه تاخده بناحية ايجابية ولازم تبقى فاهم المقصود وتشتغل تقول اي حاجة لأي العيب انه يشتغل اي العيب عايز يرد على حاجة او عايز من دماغه ومن تفكيره على طول بيتوه عن شغله فاهم حاجة شغله فده دي نصحتي لإمامه ولكل اللعيبة بيشتغل 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 اللعيب اللعيب الموهوب والرد في الملعب سهل جدا انت سهل جدا تخلي اي واحد يبلع لسانه انك انك بموهبتك واخلاصك وعطائك تكون موجود في الملعب امام عشور من اول لحظة عمل كده في النادي الاهل نجاحه صاحق وماحق وواضح جوا النادي الاهل اه حاجيله بسطة قطة حاجيله الشوطة ما تجيش جون حاجيله مباراة بسيطة لكن هو في المجمل لعيب ذو مذاق خاص لعيب مؤثر لعيب من اللعيبة التي تحدث الفارق وهو يقوم بهذا الدر على اعلى مستوى في النادي الاهل طيب برغم علاقة الاهل بمارسل كولر وتفاهم مسؤول النادي لدور مارسل كولر وظروفه الا انه في بعض الناس عندها اتجاه معين للضربة في العلاقة ومحاولة هز السقة وليه امتى كولر هيمشي وهل الاهل هيمشي كولر وتلاقي السؤال مطروح برغم ان الاطراف المعنية ما تكلمتش فيه وهنا انا باستغرب على الاعلام ما هذا الرأي الاستباقي جايبينه منين وفين ملاي اولا العقد لسه متجدد وممتد ثانيا الاطراف المسؤولة سواء كولر او النادي الاهل كلاهما عبر عن رغبتي وسعادتي بالاستمرار ايه فكرة الضغط الدائم والدفع بفكرة الالح ماشي كولر اجابي على السؤال ده ولا تشوف الفيديو الاول هو ماشي في سياق اللي بقولك عليها ساذ برايين مش كولر بس اللعيب اللي ما بيلعبش بيحصل معاك كده في علاقته بالنادي هانا حتحود سأل الكابتن هان العقبي وحاولي تسسله دي قلت كلمة السر نشوف بقى وعي هان العقبي كواحد من ابناء الاهلي كان عامل ازاي بان احنا مش مبسوطين طبعا معنا انت في مرحلة على طريق الاقالة ما تظنش لا ما تظنش مش النادي الاهلي طب على طريق الوصول لمرحلة قدامك فرصة اخيرة ولا فرصة اخيرة الاهلي مش هيضحي شكرا هو هذا مبادئ نادى الاهلي وعز ما كان مسامني من الناس كتير جدا بتانتقل وكان متمسك بناءه بتنتقدر لأنه هو اللي طلب انه هو يمشي برغم اختلافنا كلنا كان معاي لكن نادى الاهلي فضل متمسك بحيا تاخير لحد امتى اخر اللحظة هو اللي كلام هو اللي عايز يموشي انت اللي عايز تمشي ٦ لم يلي يعني خلينا نروح لأقرب ارتباطين جايين بص خلي مالك هي أكيد أكيد أنت داخل على يناير ففيه فرص ممكن تديها للناس تديها اللعيبة تديها الوضع معين أنه لغاية يناير وبعد كده لو الأمور ما تحسنتش أو فيه أو فيه أو فيه تقدر أن أنت تبدأ تأخذ خطوات في شهر يناير سواء بتدعيم سواء باستبعات سواء ببيع سواء أن أنت تتفاوض مع حد وممكن تجيبه في يناير لأني خلين غاية أخر السنة في يناير ده بيبقى منفز كبير جدا بص أستاذ برايم صدقني الأسئلة ده مش لهاني هي شكلها لهاني وهاني جاب كواس جدا آه هاني عقبي وهو أحد لعيب الأهلي زماني يعني فترة بالفترة هو مدرب كواس جدا وعرفه شخصيا واني عادة موزين شخصيا متزنة آه إنما هو هاني جاب كواس جدا يعني لكن صدقني هو عارف أن السؤال ده مش مطلوبه الإجابة عليه أي إجابة هتديله هي دي رسالة الكولر عايزي وصل لكولر إن الناس بتقول إنك هتمشي وإن عندك فرصة أخيرة وإنه رسالة إن الضغط على أي مدير فني الضغط على أي لاعب وهي ده اللي بيحصل مع لعيب الأهلي إنك تتكلم أنت ما خدوكش أنت ما لعبوكش أنت بر القايمة هذا النوع من الحوار هتجده عند واحد أو اتنين أو تلاتة وكل واحد بيعملها بالزكاء اللي يخصوه ما تلاتة تقريبا أو أربعة بيعملوا الكلام ده كويس إرمي الموضوع إرمي الموضوع وحياخد مجاله حيفرش أيبا وحيسمع بعد شوية والواقع أنا لسه بقولك فيه واحد عالم اجتماع قال إيه تغيير مجتمعات يبدأ بالضرب فيه ما يبدو بديهيا آه إنت قال من الوارد أحيانا إنك إنت تقول موسيمان يمشي بعد اللي عمله فضله وراء لما مشهوه هو اللي خد القراءة مش النادي الآلي آه آه زراعتله كل الأشوار هو نفس الشيء هو اللي حيحصل مش الآلي اللي حيمشيه هو عايز هاقه ويخوفه ويوطره ويخلق له المناخ ويخلق له المناخ اللي وطر علاقة بينه بين الجمهور والمناخ اللي يخلق العلاقة بينه ويوطر علاقة بينه بين اللعيبة ويوصل للاحتفاء بالراجل اللي هجمه في المدرجات ويجيبه ويصديفه بدلا ما استنكر هذا الكلام دي خطة أصدر إبراهيم للضغط على المداربين الراجل يكون متنبه لده المناخ بقى حسب بقى أنت هتضرب هنا وهنا وهنا بعد شوية هو الراجل الراجل بتاع البحث اللي أنا قلتولك ده قال هي هسمع بعد شوية لأنه هتخلق ثقافة عند اللي طالعين جداد بالضبط وأعتقد كانت أسوأ حاجة في الثقافة اللي طالع عند الناس فوضى يا كورة فوضى الحقيقة الفترة اللي فاتت وهنا أنا هقول لكم ما توفر لنا من معلومات ميس الروي فيتوريا تدخل لرفع أو للتوسط لدى سبورتين اللي شبونا لتأسيط مستحقات الزمالك وعايز أزيدكم من شعر بيت إنه فيتوريا كلم هوجو فيانا ده حسب مصادر مطلعة ذات الصلة برضو بالجانب البرتغالي تحدث إلى هوجو فيانا المدير الرياضي اللي نادي سبورتين لشبونا وهو الرجل الحقيقة خلينا أقول لكم على حاجة مجرد التدخل ده ما هواش أمر عيب وما هواش أمر سلبي هو طلب منه ما تكلم بلدياتك كلم هوجو فيانا المدير الرياضي اللي نادي سبورتين لشبونا ما تتفاوض مع الزمالك وتحل المشكلة بتاعته فكان رد الراجل هوجو فيانا إحنا مش هنتفاوض على تأسيط لو التفاوض هدف الوصول إلى تأسيط المستحقات ده مبدأ مرفوض عندنا لكن التفاوض لأي شيء تاني أوكي الكلام لسه رايح جاي لكن لغاية الفترة اللي فيتوريا كلمهم الناس رفضين أنا ليه بقولكوا دي الفوضى فيتوريا راجل مدير فن المنتخب مصر أما يطلع عضو مجلس إدارة في اتحاد الكورة أستاذ يهاب الكومي الأول نشوف كلامه وبعد كده نعاقب أزمة القيد السؤال الملحق عند جماهير نادي الزمالك الأزمة والمبلغ الكبير في سبورت انجليش بونا وقضية شيكا بالة الغرامة مليون ونص مليون دولار لو الأزمة متحلتش مفيش في يناير ما هيعمل إيه ده التحاد دولي لكن في وساطة وأنا قلتلكوا الخبر ده من زمن من قبل ما ييجي مجلس الدارة الحالي لأن أنا كنت شاهد على الكلام ده وقلت لحضراتكو أن ممكن في وساطة من ميستر فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وميستر فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري السابق وكان مدرب طبعا لنادي الزمال أنا على اتصال دائم بميستر فينجادا يعني من وقت للتاني بنكلم بعض وبتجمعني بيه علاقة صداقة قوية جدا وأنا كلمت الراجل صراحة وإن شاء الله ممكن بكرة بإذن الله يكون معنا في مداخلة صوت وصورة عشان يدينا كواليس اللي بيحصل هل وساطة فيتوريا موجود في البرتغال حاليا على فكرة هل وساطة فيتوريا أو فينجادا هتنجح في حل الأزمة وأن سبورت لجبونا يقبل أن هو يقصت المبلغ أو ياخده على دفعتين لو حصل قيره باركة ويبقى الأزمة إن شاء الله ويحسب للكابتن حسين اللبيب ومجلسه بالكامل هحسب لهم اللي هم حلوا أزمة القيد الخاصة بندي الزمع الأكثر فوضى مش اللي قالوا الأكثر فوضى أنه عدوا بالاتحاد المصري لكرة القدم ويقبل أن يتدخل المدير الفني لمنتخب مصر اللي الناس لازم تصق في أنه مواقفه الحيادية ملاش علاقة أنها تؤثر على مراكز الأندية ومعضها لأن في أندية تانية موقوف القيد عنها هو لم يتدخل بشأنه ففكرة أن يحمد ويشكر وأنا تربطني بفنجادة اللي كان المدير الفني لاتحاد الكرة هو اتحاد الكرة ده شغال إيه مأزون يعني أنت أستاذ إيهاب أنت ناس أنك عد لما تبرك لهذه الخطات أنت وكأنك تسعى لهذا يبقى فين فين موقفك الشفاف في قضايا اللي أنت بتتكلم فيه ده ده هيأثر على سوء الانتقالات في الدور المصري أزيدك من الفوضى بيت هو إيهاب الكومي عضو مجلس دارة الاتحاد كان بيتكلم في شاشة ايه شاشة صدى البلد صدى البلد المملوكة المين شركة سيرومي كاكلوباتر اللي عندها فرقة في الدور الممتاز ده مخلفة يا جماعة واضحة جدا للايحة النظام الأساسي انت عايت شارع الفوضى بقى نفسها يعني وفيه فوضى بعد كده يعني 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 مش ده فيه الأمثلة كتيرة في التعقدات على فكرة عشان ما نظلمش إيهاب الكومي منتبطة في كذا حد في الاتحاد في مجلس دارة الاتحاد احنا احنا بس هو الأساسي إيهاب الكومي خلي بالك اه هو ما اشتغلش في في صد البلد بعد ما بقى عدوا اتحاد هو لا ما كان ينبغن يترشح صحيح طيب إيهاب الكومي قال كده وعنده معلومات ومتواصل وفيتوريا عمل ويتمنى ويتمنى وبينتظروا كواليس وهنقول لكم طلع أحمد حسين ميدو زعل جدا من إيهاب الكومي مش عشان فيتوريا تدخل عشان الكومي أفشى السر نشوف خبر حصري عرفته يعني من داخل الجهاز الفني عرفته يعني من جو المطبخ لمنتخب مصر روي فيتوريا يعني الأسبوع اللي فات ده كان زعلان جدا زعلان جدا لأن طبعا الأستاذ إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكورا يعني خرج في برنامجه برنامج المطش بتاريخ يوم 25 نوفمبر يعني من عشرة وقال خبر دخل فيتوريا في مشكلة كبيرة جدا مع جمهور الأهلي طلع صرح وقال خبر أن فيتوريا يعني تدخل أو بيتدخل لحل مشكلة أزمة القيد بالنسبة لنات الزمالك وكلام ما ينفعش أنه هو يخرج من عضو مجلس إدارة اتحاد الكورا أنه يفشي أسرار بهذا الشكل كل أعضاء مجلس دارة اتحاد الكورا فيه ناس منهم طبعا نجوم متعودين على الظهور الإعلامي فعمرهم ما يقولوا كلام زي ده زي حازم إمام وبركات وفيه ناس عطشانين للإعلام لما لأستاذ إيهاب الكومي الحتة الإعلامية تهرش وتكل ويطلع يقول سر وخبر زي ده أنت عارف يعني إيه أن أنت عشان مصلحتك الشخصية عشان تقول صدق في برنامجك أن أنت تصدر مشكلة بهذا الحجم للمدير الفني والجهاز الفني لمنتخب مصر الراجل يطلع في برنامجه يقول سر زي ده يدخل الراجل فيتوريا يقولك أنه هو راجل بيحل مشكلة القد أو بيتوسط لحل مشكلة القد لدنات الزمالك دخلوا في الحقيقة مع جمهور الأقلي وجمهور الأقلي حقه يزعل يعني أنا أقول لكم على حاجة أنا عارف موضوع أن فيتوريا طبعا متدخل في حل أزمة قد مع سبورت انجليش بونا عارفها من شهر لكن أنا اللي مش مسؤول في اتحاد الكورة ما أقدرش أقولها يقوم المسؤول عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة يطلع يقول سر زي ده وفعلا خبر حقيقي فيتوريا هيموت من الموضوع ده هيجمن إزاي عضو مجلس إدارة الاتحاد يطلع يقول خبر زي ده يلبسوا في العاية مع جمهور الأهلي يعني حاجة أنا بجد يعني لما يتقلب الغلط صح والصح غلط الفوضى فين العدل الفوضى يعني نعجز أسأل السؤال كل اللي مزعالك إزاي عدو مجلس إدارة يفشي سر زي ده طب وهو ليس يبقى سر لو كان عمل سليم يعني هو ما بقاش سر غير لأنه عمل غير ساوي السر هو اللي ما تقدرش تفسح عنه ما حكى في صدرك وخشيد أن يطلع على الناس ممكن تبقى فيه سر في البزنس لحد ما يتم لكن إيه أنت زعلان وتقول أن فيتولي حي الجنن وأنا عارف من شهر وما قلتش ما أنت عارف لأينا الملوخية والمحش والقاعدة بتاعت الكافتريات ما أنت هالمشكلة ميدو ده اللي قلنا وتزعله لما حازم ميدو وبتاع يجيبه من فورتغال يبقى صحاب لبتاع ده لازم يبقى سر ساعد الزمالك بس في السر لما يطلع حد يقول على أن مصلحتك يا متعطش لظهور الإعلام هو صاحب برنامج على فكرة مش متعطش هو ظاهر في الإعلام لكن هو عايز سابق عايز سابق وتهل بقى مسؤولياته جهو الاتحاد أو مسؤولياته يعني يعني هي دي هو ده المشهد العبثي اللي بقول فوضى اللي بيقولوا ميدو أنا في رأيي مش صح أنه يبقى فيه سر أنه مدير الفني بيشتغل صالح أحد الأندية وأنه المسؤول يتشتغل في الإعلام ولما قولنا أنه زي حزم إمام يطلع في الإعلام وحد عايز ينقش زيعله التناقض واضح جدا في اختلاط المصالح واللي عايز يدير الشأن العام لازم يركز في حاجة يعني الأمر ده لازم يحسم لائحيا يا جماعة ماينفعش وكان فيه كلام أنه اللي حتنص على وجوب العدم بس هو كان معمول عشان شبير وهو شبير ما بترسحس تغضع مش كده ده كل واحد في أعضاء الاتحاد من النجوم الكورة عنده برنامج ماينفعش وغيوة ومعهم أخد بالك حاجة هي كمان التماثل اللي فيها أن هي مع شركات رأي للاتحاد أو مع شركات عندها أندية منافسة في الاتحاد المشهد عشان كده قلنا إيه إن الغلط الصح بقى غلط والغلط بقى صح ما تستناش عدل ولا نظام خلاص هو المشهد كده ونرجع نقول إن كان عجبكم لأن لما يطلع كابتن ميدو الذي يدافع وهو المحترف في أهم أندية في العالم احترف في الدوري الفرنسي والفرنسي والفرنسي والإنجليزي عايز تروح فين تاني عشان تنقل لنا فين في أي حدة من دول ممكن يحصل كده كابتن ميدو إنك تقول للمدرب منتخب إنجلترا والنبي تدخل عشان القيد أو مدرب فرنسا يسيري عشان يبقى مرسيليا ممنوع من القيد ونبي تدخل عشان ترفعه ده فلوس واحتراف يا جماعة ده مصالح بين أندية ده مصالح بين التحدات ده انتقالات الععيبة ده مصالح وأرقام عملة الدفع هنا هناك يبقى المدير الفريق قامي أنا مسخره عشان يحلل مشاكل نالي هايخضب منه جمهور الأهلي ده مش جمهور الأهلي اللي يخضب ده لازم قبلي كل ممنوع من القيد واللي إسماعيل كان ممنوع من القيد محدش وقف جنبهم ولا ساعدهم مين ده هم دول الأدال اللي لازم تزعل الأهلي يعني في الآخر حيبصر النامو نفسا مباشرة يعني حيتعامل معاه لكن اللي هو في نفس الظهر وانت ما ساعدتوش يقول 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 فوضى يا كورة فوضى دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله أصبع الله خير